يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مع الفضلي وانا سعيد بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج وان شاء الله هذه الليلة نقدم لكم حلقة ان شاء الله تحوز على رضاكم باذن الله تعالى مشاهدين الكرام يعني قضايا كثيرة استقالة الحكومة ومنتظرين اعادة تكليف الحكومة وايضا قياب الحكومة عن حضور الجلسات وجدوى الاعمال المجلس وامور كثيرة لجان التحقيق عدم التصديق في احدى الجلسات على المضبطة امور كثيرة اليوم راح نتكلم فيها في حلقة هذه الليلة وايضا راح نتحدث عن وثيقة الكويت ويعني بيان النواب وامور كثيرة في حلقة هذه الليلة مشاهدين الكرام باسم واسمكم ارحب بضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة استاذ الغانون في جامعة الكويت اخوي العزيز الدكتور عبيد الوسمي حياك الله دكتور وياهلا مرحبا فيك وانا سعيد بوجودك ويانا في حلقة هذه الليلة دائما مشوار طويل معاك يا دكتور دكتور بداية كان يعني قبل فترة في الانتخابات استضفت الدكتور حسن جوهر وكان في حديث بيني وبينه والدكتور اشار ان هناك محاولات لنزول الدكتور عبيد الوسمي للانتخابات وانك تخوض الانتخابات محاولات من الدكتور حسن لاغناعك في النزول للانتخابات لكن تفاجأ انك ما نزلت هذه الانتخابات ليش ما نزلت هذه الانتخابات؟ اول شي انا رأيي في الانتخابات واضحة ومعلن من سنوات طويلة يعني وان كان طبعا كلام اخوي الشمير الدكتور حسن جوهر مقدر بالنسبة لي وانا اتفهم نواياها الحسنة يعني يعني هو غير كثير من الاشخاص لكن الكلام الاهم من هذا وذاك ان العمل السياسي ليس مقتصرا على العمل البرلماني العمل السياسي اشمل بكثير يعني من يمارس العمل البرلماني بالكويت خمسين شخص لكن الشعب الكويتي مليون واربعمائة خمسين فلا يقبل ان كلنا نشارك في هذه العمال فعالية الاشخاص وتأثيرهم في الشارع وتشكيل رائعة ليس من الضرورة ان تكون برلمانية احيانا في الدول اللي فيها صحافة حرة ولا كذا كثير من الصحفيين واصحاب الرأي لهم تأثير قد يعادل وقد يفوق احيانا يعني من هو موجود لذلك انا ارتأيت انه في ظل يعني هذا الوضع اللي انا اراه انه غير دستوري وان هذا انقلاب المشاركة فيه شرعنا لهذا الوضع ان اترك المجال لمن يعتقد ان بامكانه ان يصحح هذا المسار ولا شك طبعا ان ابو مهدي وغير من السياسيين شخصيات مقدرة يعني واصحاب سجل طويل في العمل السياسي وربما تكون لديهم تصورا يختلف عن ما طرحت في الفترة الماضية بانه المشاركة في هذه الانتخابات هي شرع على الاجراءات السابقة ويعطاء سك يعني مثل متى تنزل متى تنزل يعني اول شي عشان تكون فيه شرعنا برأيك معلش يعني بصرف النظر عن النزول نحن لم نترك المشهد السياسي حتى نشارك سواء في انتخابات او في غيرها يعني منذ 2012 الفترة التي ابطل فيها بالمجلس بالمخالفة لاحكم النظام القانوني والدستوري ما تركنا العمل يعني نحن نشارك في المنتديات وفي الاراء العامة والمشاركة في الاحداث المهمة يعني لذلك وكرر ما قلته بانه يجب ان لا نربط العمل السياسي بالعمل العمل برلماني هو جزء صغير من هذا العمل ولذلك اكثر الدول يعني ديمقراطية في العالم ربما يكون الاجهزة والكينات والافراد المؤثرين في العمل السياسي خارج العملية اكثر من داخلها لانه هو عمل فني وعمل يعتمد على تفرق الاشخاص وامكانياتهم الداتية يعني حتى ساعات كل من واحد كبر في السن صارت قدرته في ان يعني في ان يشارك في انتخابات كل عام انت بخير خمسة عش واحد تكمل خمسين عاما خمسة واحد خمسة واحد كملت خمسين عاما والله المفروض ما تقول لان احنا في اللغاء السابق بمحمد طلعنا سيرتك الذاتي يوم والد واحد السابع تزعلك يعني لا والله ماذا عندي بالاكسن بس انك تذكرك انك كبرت لكن دايما شباب يا دكتور دكتور هل هذا الوضع مؤقت في عدم النزول ولا هو قرار نهائي والله شوف يعني انا شعرت بالفترة الاخيرة بذات الاجواء اللي عاشتها الكويت فترات سابقة وانا كنت قريبا لمشاهد العمل السياسي حتى في فترة مبكرة من عمري يعني فالرافض الاساسي في تصحيح اي مسار هو قدرة الناس على ادراكهم لحقيقة المشهد والتعامل معه فالفترة الاخيرة دفعت الكثيرين يعني مو بس بالمشاركة حتى متابعة المشهد العام فانتهت يعني هذه الاستفتاء الدستوري انا ما اعتبر الى الانتخابات واستفتاء دستوريا السفتي الناس وابدوا رأيا معلنا واضحا بشأن الحقبة السابقة واعتراضهم على كثير الملفات وصدروا المشهد مجموعة كبيرة من الاسماء يعني يبدو لي والله اعلم طبعا احنا ما نعرف الاشخاص هذه عن قرب لكن واضح طبعا من اطروحاته ومسجلهم السياسي والمركز الوظيفي والعلمي وكذا لهؤلاء انهم شخصيات جيدة قادرة على ان تقود المشهد السياسي سواء في برلمان ولا في غيره ولذلك هؤلاء اعتقد كافي بالنسبة للكويت يعني الفترة هذه لذلك انا اعتقد انه احنا الان ما نسأل افلان بينزل لما ينزل اصبح عندنا الان عدد كافي من السياسيين القادرين على ان يواصلوا هذا المشوار لان اي سياسي في العالم يعني حتى عمره السياسي يبقى فترة مثل الرياضيين يعني يعني ف يعني لازم يوقف في فترة من العمر يفترض يعني انه يتفرغ لما هو اهم بالاضافة الى ان الناس ايضا في حياتها الشخصية يعني العمل البرلماني يستغرق الجزء الاكبر من حياة الانسان الا اذا لم يكن برلماني حقيقيا صحيح الا اذا واحد مثلا يروح لل يعني البرلماني يعتبره مثل بلديد الكويت اوكي هذا اما الشخص اللي يعمل بالعمل البرلماني بكل تفاصيل العمل البرلماني هذا من اكثر الاعمال ارهاقا نعم ولذلك انا استغرب اصلا ان حتى بالكويت بسنوات الماضية يعني كان رواتب اعضاء البرلمان لا تتناسب اصلا مع يعني تلاقي الموظف اللي عندك في اللجنة راتب اعلم اعلم من النائب صحيح دكتور موضوع الاستغالة والمشهد الاخير استغالة الحكومة ويعني احداث كثيرة حدثت في مجلس الامة من بداية يعني دور الانعقاد الاول وافتتاح الجلسة الافتتاحية الى ان قدمت الحكومة استغالة الحكومة بداية كيف ترى استغالة الحكومة والان تم قبول استغالة الحكومة وحديث الآن الحديث عن اعادة تكليف يعني فيه كلام ما هو يعني كلام مؤكد اعادة تكليف الشيخ صباح الخالد مرة أخرى لرئاسة مجلس الوزراء كيف ترى هذا المشهد والله شوف أخي أحمد أنا قدر الله أني قلت هذا الكلام قبل أيام حتى قبل استقالة الحكومة أنا قلت فيه لقاء مصور موجود اسمعوا عدد كبير من الأشخاص فكأني توقعت هذا المشهد لأن المشاهد بلوكيت مكررة نفس الخطة الداخلية للعمل السياسي هذه موجودة من الثمانينات فكل سنة كل حكومة تسوي نفس الشيء يعني عندهم الآن شغلتين يعني خطابات تأزيم عشان يشحنون الشارع أن هناك مؤزمين رقم اثنين كسب الوقت يعني كسب مدة زمنية فيها فأنا توقعت أساساً لما أتوا الحكومة بهذا التشكيل أنه كان يقصد يعني سواء رئيس الوزراء أو من يقف خلف هذه القرارات أنه يريد أن يخلق مصدات حتى يقول حق الناس والله إحنا عدنا التشكيل على الأساس مراتانية نبدأ ولذلك أنا كنت أتمنى فإذا أستطيع يعني أن أنصح الأخ صباح الخالد نفسه في هذا الموضوع لماذا؟ يعني أولاً يعني أنت فشلت فشلاً ذريعاً يعني لمدة 13 سنة يعني 13 عاماً وزيراً ونائباً رئيس الوزراء ورئيس الوزراء فيكفيك ما وصلت له من درجة الفشل فالآن لن تضيف شيء العملية السياسية يعني أنا بس لو بحط لك بس المسائل التي اشترك فيها هذا الشخص يعني بعيداً عن تقييمنا لا في المرحلة الحالية لأنه لن ينفصل على المرحلة السابقة لأن هذه الملفات لا تزال موجودة خلني أقرأ لك بس من عام 2007 الفترة اللي أصبح فيها عضواً في مجلس الوزراء طوارئ 2007 الداو التحويلات الإداعات صندوق الجيش الصندوق الماليزي التأمينات غسيل الأموال ضيافة الداخلية الإتجار والبشر المنطقة المقسومة الكارثة الكبرى مصروفات الأمر المباشر النصب العقاري بالإضافة إلى قضايا إدارية يعني أنا حسبتهم أكثر من 17 يعني أكثر مدة زمنية بمعدل أنه كل سنة موجود الأخ صباح الخالد في الحكومة وزيراً أو نائباً الرئيس الوزراء توجد كارثة كبرى يعني كارثة ونص بالإضافة إلى الكوارثة الإدارية بس أبو محمد البعض يقول مو مسؤوليته لا 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 إنه كون أنا وزير مثل وزير الشؤون ما لي أنا في غضية مثلاً في غضية الكهرباء هذا رأيي يعني هذا الكلام أخ أحمد هذا الكلام ساذج من ناحية السياسية وناحية السورية أولاً رئيس الوزراء مكلف بأمرين إذا ما كان يعلمهم بنقولهم له رسم السياسة العامة والتنسيق بين الوحدات الإدارية يعني وظيفتك الوحيدة رئيس الوزراء ما عنده حقيب وزري وظيفتك الوحيدة هو وضع برنامج عمل حكومة في تاريخ الحكومات وأنت منهم يعني لم تقدم في يوم الأيام برنامج مع أن استحقاق دستوري ملزم لك المادة 98 تلزمك بأن تقدم برنامجاً لعمل الحكومة وأن تختار الوزراء القادرين على تنفيذ هذا البرنامج فواضح تماماً إما أنك مفاهم طبيعة وظيفتك وهذه تستوجب مسائلتك أو أنك تتجاهل نصد السوري وهذا أيضاً يستوجب مسائلتك لكن السياسيين لا يعطون إلا فرصة واحدة يعني السياسي اللي يقدم على بس هو ما تحمل تركة كبيرة أبو محمد ماذا قام بهذه تركة أنا لو بعجل لك الموضوعات اللي ذكرتهم أحمد مرة أخرى حولهم النياضة أول شيء بالكويت أكبر تكريم لأي قضية فساد أن أحيل للنيابة إذا أحلت للنيابة بأوراق ناقصة أو بأدلة مشبوهة غير صحيحة فكأنما أعطيت هؤلاء المتجاوزين شنو كان المفروض يسوي ما سواه لا لا أنا عشان أقول لك شنو كان المفروض يسوي ما يسواه ما أنت سألتني تعطي عشان أجاوبك يا جاوب أبيك تجاوب أول شيء في كل ملف من هذه الملفات يجب أن يعرض الأخ رئيس الوزراء ماذا قدمت الحكومة من أدلة؟ أول شيء يعني عشان تقول أنا حولت عشان تبرأ ذمتك يعني أي واحد يعني هذه الملفات معظمها بس في لجان تحقيق يا أبو محمد في مجلس الأمة في هذه القضايا وين دور أعظام نجس الأمة؟ في سؤار رئيس الوزراء أول شيء ما في مجلس الأمة عشان يكون في دور أعظام نجس الأمة لما تزور الانتخابات وتغير في النظام الانتخابي وتأتي بديمقراطية منقوسة نسبة مشاركة الأمة فيها هذه الملفات من المتهم فيها؟ أنا بس سيلك عن شlık ملف الداو من المتهم فيها طوارئ 2007 من المتهم فيها الإداعات من المتهم فيها التحويلات من المتحدة فيها صندوق الجيش الصندوق الماليزي التأمينات غسيل الأموات ريافة الداخلية الدولة هي المتهمة فيها الدولة الدولة والقائمين على المرافق العامة يعني المتهم فيها أنت طرف فيه يا أخ صباح الخالب أنت شخصية ما أقولك أنت المتهم المباشر لكن أنت كنت عضو في جهاز إداري أصبح متهمة فلا يقبل من هذا الشخص الذي له مصلحة في توجيه هذه التحقيقات أن يشرف على هذه التحقيقات ولذلك لما نقول أحلنا للنيابة أحلنا للنيابة في الكويت 90% هي صك براء ليش أحلت للنيابة أنا أقدر أحيلك بورقة واحدة أكتف فيها يرجع إحالة أحمد الفضل للنيابة للنظر في الشبهات التالية بدون تقديم مستند واحد بس أنت ما جاوبت نيتر لا أجاوبت لا ما جاوبت شنو كان مفترض يسوي الشيخ صباح الخالد في مثل هذه الملفات غير تحويل للنيابة بالنظر إلى طب أول شيء أول شيء تعرض على الرأي العام ما هي المستندات اللي قدم فيها أولا الأشخاص عشان نعرف مطلطن شنو حولت يمكن أنت حولت أشخاص وما حولت أشخاص آخرين ممكن ولا لا ممكن ممكن حولت أدلة وأخفيت أدلة أخرى ممكن ولذلك يجب أن تقدم تقرير وأنا أعتقد أن أحد النواف في هذا البرلمان كان ذكيا يقدم سؤال أنا اطلعت عليه بس ما أدري إذا كان السؤال قدم بهذا الشكل أو لا اللي هو طلب والله ما أعلم منه بالضبط وسيبدو لي أن يعني واحد من المضف يعني أحد الأثنين قال أنه يجب أن تقدم الحكومة تقريرا تفصيليا في كل الإحالات اللي تمت كلام سليم نحن بيشوف الأخ صباح الخالب لما حولت حولت بشنو يعني في صندوق الماليزي على سبيل المثال وهذا السؤال مستحق وممكن يكون فيه الإجابة توضح طبعا توضح لرأي العام أعتقد من هل هل المضف حتى ما أعلم أعتقد لخم هل 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 ولذلك لما تعرض هذه الأدلة على الرأي العام تستطيع أن تقنعهم بأن ما نقوله في حقك يا صحيح يعني أفضل وسيلة لتدافع عن نفسك أن يقول نعم أنا حولت في الموضوع الفلاني بهذه الأدلة بهذه الأسماع نحن عشنا موقف عملي بالصوت والصورة عاشت الكويت كلها تذكر لما صارت التسريبات مالة الأمن الدولة نحن شفنا أحد المسؤولين الكبار في الجهاز ويقول حق أحن المتهمين يقول له مباشرة جدامنا يعني نحن رح رتب طال عمرك التحريات زينا أوكي أنا سؤالي كمرة رتبت التحريات فأنت سؤالي لك يا أخ صباح الخالب كمرة رتبت التحريات أنت كمرة ساهمتوا في ترتيب التحريات بتقول ولا مرة طيب هل عندنا دليل بعد هذه هذا دليل أمامنا بالصوت والصورة هل أنت عندك دليل أبو محمد؟ أي عندي دليل صوت الصورة اللي طلع حولهم النيابة حول إيش؟ حول كل اللي كانوا مرتبطين النيابة في هذه القضية من التسريبات إلى الأمور الأخرى أيضا أنت ما عندك دليل أبو محمد في أنه يعني تم التلاعب في التحريات الأخرى خليني الأدلة عند السلطة مو عندي صحيح أنا يكفيني أن أقدم المؤشرات التي تثير الشبهة الحكومة هي اللي دافع عن نفسها مو أنا اللي دافع يعني حتى في القرار الإداري لما قولنا القرار غير مشروع ويمكن أخواني القضاة المحامين يعرفونها الشغلة الحكومة هي اللي تبرر مو أنا اللي أبرر الدليل عندك مو عندي أنت اللي تحقق مو أنا اللي حقق أنت اللي تحيل مو أنا اللي يحيل يعني من ضمن الأشياء اللي تثير شبهة أنه على الأقل في الصندوق الماليزي البلاغ مقدم من سنوات فأنت ليش حطه بالدرج سؤال يعني يعني السنتين مدير التحريات المالية مدير التحريات المالية المعني المعني المباشر في المسائل الفنية المتعلقة بالتجاوزات ذات الطبيعة المالية عطل تعيينه سنتين من 2018 ل2020 زينا أنا سؤالي للأخ صباح الخال الموضر يوجه لك على شكل سؤال برلماني سؤال شعبي الشعب قاعد يسألك بس هو ما كان رئيس وزراء في ذلك الوقت لما صرت رئيس وزراء عين لما صار رئيس وزراء عين ولا ما يدري أزمة كورونا تخلت علينا وأزمة كورونا تمنعك تتصدق القرار الإداري أزمة كورونا ما منعتك أنك تعين وزراء في الحكومة هذا قرار إداري ما لا علاقة زينا أنا سؤالي هالسنة وأكثر اللي أنت رئيس وزراء لماذا امتنعت أنا كتبت أنا واحد من الأشخاص وغيري عشرة كتبنا شلو مدير التحريات المالية موجود شنو ناطرين وبعدين لازم نحقق في كل الأعمال زينا تعطيل هذا المرفق بهذا الشكل ليش ولذلك هذه الأمور يعني أنا كنت أعتقد أن الحس السياسي في الحد الأدنى أنه يستقيل هذا مو يستقيل هذا الشيخ خلاص يبتعد عن الحياة السياسية يعني تشوف الاستجواب مستحق للشيخ صباح الخالد هو أقل بكثير من أن يكون يعني الشي يسوهم فيه يعني تب الصراحة يعني الأستجواب يعني هذا الأكثر أداة يقدر يتم استخدامها لا 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 هذا ما يستجواب فقط على هذه المواضيع لا 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 هذا مسؤوليته أكبر بكثير مسؤوليته أكثر بكثير المجلس جديد من فرمه أنا لو أحط لا مو كل مرة تقولي مجلس جديد لا أنا أتكلم عن قضايا استمرت لسنوات كنت أنت طرفا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر كنت وزيرا في الحكومة على الأقل تقدير تستطيع أنك تستقيل أو تعترض هذا المسألة متحلقة مثلا في المال العام وسلامة عام المرافق يعني مو معقولة كل هالكوارث يتمر عليك وانت قاعد يعني لا رأي لا موقف لا تصور يعني هذا كلام مسأليم يعني كنت نعم رئيس وزراء وكنت رئيسا فعليا في فترات ابتعد فيها رئيس الوزراء على الرغم من وجودها دستوريا ثم رئيس الوزراء وقبلها أيضا كنت في مجلس الوزراء سنوات طويلة فهذا الكلام ما يعدي على الناس بهدوء فإذا كل مرة نقول والله إحنا نعطيه فرصة الأخ صباح الخالد لمدة 13 سنة يعني الطالب اللي كان في المتوسطة لما كنت أنت في الحكومة الآن أنهى الدراسة الجامعية فمو معقولة بعده إحنا نستحمل سنوات أخرى هي مسألة مو تجريب هذا الشخص لا يصلح بالنسبة للإستجواب هذا الحد الأدنى اللي يقدموننا الحد الأدنى الآن قبلوا استقالة الحكومة تم تقديم استقالة الحكومة إذا تم إعادة أنا تقدير العلم ورأي الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء أول شيء رأيي احنا عرفنا رأيك في أداء الشيخ صباح الخالد نبي من الناحية الدستورية دستوريا لا يجوز يعني ولا أعتقد أنا رأيي الفني بأنه لا يجوز أن يعود رئيس الوزراء لسبب بسيط علميا سبب الأول أن رئيس الوزراء استقال في أعقاب تقديم استجواب موجه له وفي أعماله هو فإذا قلنا أن رئيس الوزراء أو الوزير لما يستقيل في أعقاب تقديم استجواب ثم يعود بتشكيل آخر فمعنى ذلك أنه عطلنا الاستجواب عطلنا إعلان العدد التعاون وهذا الكلام غير جاس هذا احتيال على القواعد الدستورية وهذا إضرار أصلا بسريان النظام القانون بس صار من قبل إذا كنت تعتقد صار من قبل الشيخ سعود الناصر عندما كان وزير ما عاد للوزارة أول شيء السوابق السوابق الخاطئة لا تنشي قواعد الدستورية صار من قبل تعطيل المجلس صار من قبل المجلس الوطني صار تعطيل أحكام الدستور حسين خلاص إذا أحدنا بنقول في سابقة مخالفة للدستور خلاص صارت من قبل تعتقد هذا الإجراء خاطئ أنا أعتقد من أول شات نظري أنه هو يفترض فيه من الحس السياسي له اللا يعود الحس السياسي لكن القانوني والدستوري القانوني والدستوري ما لم يفسر القواعد تفسيرا خاطئا مثل ما اعتدنا بالكويت أننا دائما نجد يعني خياطين عندهم القدرة على أنهم يقدمون أي تصور النظام لديه رغبة فيه فهذا الكلام ما يصير ليش لأن هذا الشخص قدم له السجواء وكان بإمكانه أن يواجه هذا السجواء يواجه هذا السجواء لكن إذا كل مرة يقدم السجواء بحق وزير أو حق رئيس الزراء ويستقيل ثم يعود مرة أخرى معنى ذلك أنه لا يمكن أن يستجوب أي رئيس الزراء ولا أي وزير خلص المجرد أنك تستقيل ويعاد تكليفه ولذلك منها حد السورية وهذا رأي فأني أنني أرى أنه ما لم ترى الحكومة كعادتها يعني أن الوزراء عندما يستجوبون بإمكانها أن تدورهم مثل ما حصل مع رحمة الله يا شيخ سعود الناصر وهذا الكلام يعني في شبه نعم أبو محمد الآن يعني يمكن الحديث عن أن الحكومة ما راح تشكل في الوقت الحالي هل هناك وقت محدد لتشكيل الحكومة بوجهة نظري في وجهة نظري أن الضوابط التي تسري على المادة 87 عند تشكيل الحكومة في بداية الفصل التشريعي تنطبق أيضا باب أولى على هذه الحالة شلون شو تقول بمعنى أنه في المادة 87 حدد سياق الزمني تشكل في الحكومة قبل يعني الجلسة تنعقاد مجلس الأمة يعني المادة 87 ده واحد بس يقرأ هذا النصر ولذلك إذا كان في قيد زمني من بعد الانتخاب إلى حين تشكيل أو الجلسة الأولى لمجلس الأمة يعني الفترة الزمنية التي تشكل فيها الحكومة فمعنى ذلك أن هذا القيد يسري أيضا على كل حالة أخرى وإلا معناه أنه لما بالفصل التشريعي نشكل حكومة وتستقيل ثم تعود بإتبارها حكومة تصريف عاجل الأمور وتستمر إلى ما للنهاية نعم وهذه حكومة صلاحياتها منقوصة وأيضا يؤثر في سريان قواعد النظام السوري ولذلك الفترة المقررة هي لا تتجاوز عن أسبوعين 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 لماذا قياسا بالتشكيل الأول أم لا معنى ذلك أنه خلص في كل مرة نحن بعد ما نشكل ثاني يوم نستقيل ونعود كحكومة تصريف عاجل الأمور ونستمر إلى أربع سنوات وهذا الكلام ما هو سليم من ناحية السورية لأنه لا يعد تفسيرا منطقيا حتى وإن لم يرد نصف مباشر لأن النصوص السورية لا تعالج كل حالات الواقعية النصوص السورية تضع القواعد الكلية والتفسيرات التي تتفق معها بالمعطيات ولذلك أنا لا أعتقد أن هناك متسعم الوقت يمكن الحكومة وإن كنت أعتقد واقعيا أن هذا اللي بيسوونا الآن لأنهم عندهم تكتيكين طول السنوات الماضية اللي يقرأ المشهد السياسي يعلم أول شيء أجيش الشارع بالفاضي والمليام في أنه فيه تأزيم وعبئهم دهنيا أنه فيه تأزيم وضد الحكومة ويعطلون الحكومة عن الإنجاز مثل الكلام اللي كانوا يقولونه ب2012 ويعطلون الحكومة للإنجاز طلعنا ب2012 وانهارت الدولة الثاني كسب الوقت يكسبون وقت ينطرون أن حدث فردي يصير أو حدث إقليمي وبالتالي ولذلك هذه المسائل أصبحت مفهومة يعني من باب التكتيك الحكومي هو تكتيك غير وطني تكتيك غير وطني غير مهني أصلا ممتاز وغياب الحكومة عن حضور الجلسات أيضا من الناحية الدستورية أبو محمد أول شيء المسألة هذه لا لبس فيها لأن نصاب الإنعقاد الجلسة مرتبط بنصاب الحضور الحضور فالمسألة ليست مرتبطة بحضور الحكومة أو عدم حضور الحكومة النص الذي يخاطب الحكومة في الحضور يضع واجبا عليها ويجب على الحكومة أن تكون ممثلة برئيسها أو بوزيرها على الأقل معنى ذلك أنه واجب على الحكومة وعدم أداء الواجب قد يرتب مسؤوليتها سياسية لكن هذا لا يمنع انعقاد الجلسة نفترض يا أخ أحمد أن نقول التفسير اللي يقولون بعض الأشخاص اللي محسوبين على الجو قمالة الفساد بالكويت يعني بأنه والله إذا ما حضرت الحكومة ما يحدث الكلام اللي يقولون لا ما فيه جلسة ما تعقد الجلسة ما تعقد الجلسة وهو استناد للمادة كل لفت استناد للمادة 116 المادة 116 تقول يعني يسمح الرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينبوهم عنهم والمجلس أن يطلب حضور الوزير المقتص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارته ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ويجب هذا الواجب على مين اشتراط مو اشتراط على الوجوب لا لا على مين على الحكومة على الحكومة إذن هو واجب للسوري يقع على الحكومة ومخالفة هذا الواجب يرتب مسؤوليتها ولا يجوز للحكومة أن تستفيد من خطائها ولذلك لا يمكن أن يفسر هذا النص على أنه يقرر بأن عدم حضور الحكومة يترتب علي عدم عقاد الجلسة أنا قاعد أعطيك مثال وللمشاهدين مثال بسيط شكلت الحكومة أحمد الفضلي كلفة رئيسا للوزار أديك تليفون على رئيس البرلمان وأقول لأربع سنين ما نحاضر شي صير في بنجلس ما ينعقد ما تنعقد الجلسة هل هذا منطقي ولذلك هذا ما في أستاذ قانون واحد يعني من أستاذ المعتبرين قال هالكلام دكتور عثمان عبد الملك رحمه الله يبدو لي أن مستشارين البرلمان بناء على طلب في الفترة الأخيرة هم سكتوا وبعدين قالوا قالوا نفس الكلام يكاد يكون شبه إجماع فقهي إلا يعني شخصيات لم تقدم رأيها مؤسسة يعني حتى إجماع النصوص في الوثيقة الدستورية الدستور ليس قانوني عاديا ولا تفسر نصوصه بما يترتب على تفسير النص تعطيله لنص آخر هذا الأمر يخالف المنطق إذا قلنا الله تنعقد الجلسة إلا بعضور الحكومة معناتنا ليش أحضر أساسا بس بمحمد يعني يعني عرفة من 62 إلى آخر مجلس أكمل بس خلنا خلنا أوجه أقول لك السؤال وانتجاوب أوكي إن من 62 إلى يومك هذا لم تعقد جلسة بدون حضور الحكومة يعني كل الرأساء السابغين ما كان يعني عندهم هذه الوجهة تظهر اللي قاعد تقولها غير صحيح في مجلس 2012 إحدى الجلسات عقلت وطلبت من سيد أحمد أبي السعدون وهو حي يرزق أن تستكمل الجلسة بغير حضور الحكومة بس ما تم اعتماد شيء فيها شكلية بصرف النظر عقدنا الجلسة كان فيه نصاب وعقدنا الجلسة بس ما راح تمرر الغوانيين أو يتم تصويت على الغوانيين يوخذ فيها لا 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 راح تدخلنا في خلاف دستوري كبير لا 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 ما دخلنا في خلاف دستوري ولا يمكن إذا صار رأيي ما لا علاقة أصلا بالقانون هي أول مرة بالكويت يصير ما طول عمره ما طول عمر ما عندنا بالكويت تصير أراء لا علاقة ألا بالدستور ولا بالقانون وتفرض على الناس كأمر واقع لكن هذه المسألة ليست منطقية زي ليش ما يتحول هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية حتى يتم الفصل فيه وبالنهاية ما يحتاج أن نروح لمحكمة الدستورية ما يحتاج يروح لمحكمة الدستورية وأنا عندي نصاب انعقاد إيش المحكمة الدستورية تبي تقرر لي إذا كان يعني هذا الكلام زين بمحمد في يعني البعض قال يعني أراء بعض الدستوريين أنه في تناغض ما بين المادة 97 من الدستور والمادة 116 اللي قبل شوي قريتها عليك المادة 97 عفوا يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه أغلبية وتصدر الغرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضر وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساول أصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا بما معناته ما تعتقد في تناغض ما بين المادة 97 والمادة 116 لا 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 ما فيها هذا يعني النص المادة 116 تضع واجبا على الحكومة لأن في بعض الإجراءات بطبيعتها تسلزم وجود الحكومة الاستساعدة روجة نظرها في موضوع معين كما أن الإجراءات بطبيعتها سوجب وجود الحكومة نعم لذلك إذا لم تحضر الحكومة فإنها تكون بذلك قد أخلت بواجب دستوري وقيم مسؤوليتها ولذلك أنا لما قلت لك المثال هذا مثال بسيط يعني هذا المثال مطروح عليك وعلى أيضا على كل شخص يستمعني وعلى مستشارين الحكومة بمن فيهم مستشارين يعني الدولة اللي يعتبرون نفسهم مفتين في القانون ماذا لو طلب رئيس الحكومة في بداية الفصل التشريعي بأنه لن يحضر ولا جلسة هذا يترتب على إيش تعطيل مجلس إمكانية إيش التشريع والرقاب إذن هل أمر منطقي بأن عمل مادي ينسل بسلطة تنفيذية يشكل بذاته مخالفة يترتب تعطيل سلطة كاملة ولذلك هذا التفسير لا يوجد إلا في مخيط هؤلاء هذول مجندين لتشويه الفهم العام في تقديم آراء لا سند لها لا من القانون ولا من المنطقة منتظ الحديث عن تبعيات عدم التصديق على المضبطة ما هي التبعيات على عدم التصديق على المضبطة برأي الدكتور عبيد الوسب أول شيء ما هو النظام القانوني المضبطة المضبطة عبارة إيش هي سجل للوقاعة القانونية والدستورية في الجلسة وسجل رسمي يستمد الرسمية من التصديق على المضبطة والضبط مثل محضر جلسة المحكمة لما القاضي يوقع المحضر مع سكريتير الجلسة أعطى هذا المحضر الصفة الرسمية تثبت كل الوقاعة الواردة فيه ولذلك القيمة القانونية والدستورية لهذه المضبطة بأنه إذا لم يتم التصديق عليه فمعنى ذلك أن هناك اعتراضا على ما جاء في هذه المضبطة الخطأ اللي أنا مفاهمة يعني الكلام اللي قاله في هذا الجزء صحيح أن وجه الاعتراض يعني وين وجه الاعتراض أفرض يا أحمد إن المضبطة ذكر فيها بشارك النائب أحمد الفضلي وصوت على الإجراء الفلاني على سبيل المتال وثبت أن أحمد الفضلي أصلا محاضر الجلسة إذن اعتراضي على بند إدراجي حاضرا وأنا محاضر فإذا ثبت بعد ذلك بالتحقيق بأن التصويت ترتب عليه تغيير نتيجة فإن هذا التصويت يعده باطلا لابتناهي على إجراءات باطلة ولذلك الأخ تكلم عن التصحيح التصحيح يرد على الخطأ المادي أما الخطأ الموضوعي فيرد عليه التحقيق بمعنى الإخوان اللي معترضي على هذه المضبطة أول شيء يبين وجه الاعتراض وعني يبدو لي أنه ما ممكنه أصلا بيعون وجه الاعتراض بيين وجه الاعتراض إذا كان وجه الاعتراض موضوعيا مش خطأ مادي يعني مو كتابة الأسماء والأحرف يعني إذا كان خطأ موضوعيا فيجب التحقيق فيه فإذا ثبت أن هذا الخطأ الموضوعي ترتبت عليه نتيجة فإنه قد تغير نتيجة الإجراء اللي تم ولذلك المضبطة هي عبارة إيش سجل للوقائح حظر فلان اعتذر فلان صوت فلان قدم الطلب قدمت الإجراءات التالية هذه كل هالإجراءات بعضها لها أثاب دي السورية ولذلك الكلام اللي قيل ليس بهذه السطحية وأنا استمعت الكلام اللي قال الدكتور حمد المقاطع قال أن تبطل الجلسة اللي قفز لا لا هو تلقائيا قال أن تبطل الجلسة تلقائيا لا تبطل لكن قد تؤسس البطلان متى متى إذا أثبتنا بأن هذه الوقاعة من شأنها أن تؤثر مثل ما قلت لك المثال اللي ذكرت نفترض أن أنا موجود وذكر بأن فلان الفلاني صوت على الإجراء أو قدم الطلب الفلاني وهو غير موجود وهو غير موجود أو أنه مو هو اللي يقدم الطلب هذه المسألة تستوجب تحقيقا إذا ثبت بعد التحقيق بأن هذا الإجراء يؤثر إذا قد تؤثر لكن الوضع اللي حصل الآن باعتقادك الوضع الآن يجب أن بعدم التصديق بعدم التصديق يترتب عليه عدم اعتبار الرسمية على كل الإجراءات التي تمت إلى أن يتم التحقيق فيها إيش وجه الاعتراض أنا ما أعلم فعلا ما حدد لا في حال ما حدد من اعترض سواء كانوا فردا يعني نائبا أو مجموعة عليهم أن يقدموا أسباب الاعتراض مكتوبة يقول أنا معترض على الإجراء الذي تم الواقع التي تمت نفترض خلني أعطيك مثال أكثر بساطة نفترض أن أحد الأشخاص طلع من القاعد يشرب ماي أو يتوبأ أو يصلي يعني وهو راجع منع من الدخول مثلا طبعا هو مثال فقط للتوضيح منع من الدخول لسبب غير شرعي منع ماديا منع مادي إذا أثبتت هذه الواقع عمنا الممكن أن تؤثر على سلامة الإجراءات التي تمت نفس الشيء إذا افترضنا أن قيل أو قيل بأن فلان الفلاني قد قدم الطلب الفلاني وثبت أن هذا الشخص مهو اللي مقدم الطلب أو أن الأسماء التي قدمت به ليست هي موقعينة هذا يترتب عليه اعتبار الطلب غير قائم وبالتالي ما تم من إجراءات على هذا الطلب لا يعتبر صحيحا ولذلك المسألة ما هي بالبساطة يجب أن نعلم ما هي أوجه الاعتراض تحديدا ثم نبحث في تحقيق يجريه البرلمان حول هذه المسائل فإذا ثبت بأن أوجه الاعتراض صحيحة نشوف مبلغ الأثر اللي يكون لهذه الإجراءات على ما تم بعد ذلك في الجلسة نعم قد تبطل نعم يعني ما قال الدكتور محمد المقاطع أن تبطل الجلسة التلقائين لا لا مو صحيح لكنها قد تؤدي للبطلة قد تؤدي إذا ثبت بعده التحقيق ولذلك الكلام اللي يذكر الأخي اللي يقول التصحيح التصحيح يرد على الخطأ المادي نعم المادي مش الخطأ الموضوعي وضحي يعني إذا افترضنا أن حطيت اسمك أحمد العنزي والمقصود فيها أحمد الفضلي هذا خطأ مادي ممكن يتغير لكن الخطأ الموضوعي لا لا يصحح إلا بالتحقيق نعم في موضوع الآن الحديث خلنا نقلك إلى موضوع آخر وأيضا دار عليه يعني حديث وجدل كبير في هذه المسألة في موضوع لجنة التحقيق أن يكون لجنة التحقيق من خلال مكتب مجلس الأمة وكان برئاسة الأخ أحمد الشحومي وأعضاء مكتب المجلس النواب طالبوا أن تشكل لجنة التحقيق من داخل البرلمان وحدث فيه يعني كلام كثير في هذه الجزئية شلون شايف هذا الموضوع تحديدا ومن هو الأحق أنا ذكرت رأيي في الموضوع أول شيء مكتب المجلس هو جهاز ينظم عمل المجلس بمعنى أن الصلاحيات التي يستمدها هذا الكيان المسمى مكتب المجلس وهو هيئة تتبع المجلس تنظم أعماله الإدارية باعتباره مرفقا عاما في تنظيم الجلسات وموعيدها وتواريخها والوفود البرلمانية والمراسلات المساء المتعلقة فيه باعتباره مرفق لكنها لا تمارس عملا باعتباره سلطة العمل باعتباره سلطة للمجلس كهيئة ولذلك من يملك صلاحية إجراء التحقيقات هو مجلس الأمة مكتب المجلس يجري تحقيق بس في الأعمال الإدارية الخاصة الموظفين إذا موظف فصل أو تغيب هذا ممكن المجلس ينظر فيها لكن لا ينظر في الأعمال مكتب المجلس المتصلة في البرلمان المجلس يبقى قائما من له صلاحية تشكيل لجان تحقيق أي أن كانت سواء كانت لجان في أعمال تمت داخل المجلس أو خارج المجلس هو البرلمان وفي سوابك بس بمحمد يعني البعض قال هل يملك أنت سؤالك هل يملك لا ما يملك ما يملك لكن أنا السؤال الآن بالنسبة إلى العضاء يعني اللي يطالبون في لجة التحقيق فيه كلام يقال أنهم يحققون مع الجهات الحكومية لكن يعني أن يحققوا مع نواب هذه فيها مشكلة لا ما فيه كلام يعني شلون شايف لا لا التحقيق في العمل في كل عناصره أو حقق في الواقعة بس إن شون يحقق مع نواب نواب يحقون مع نواب لا 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 هو لا يملك صراحية التحقيق مع نواب لكن يحقق في الوقائع أول شيء يحقق في الوقائع لإثبات ما إذا كانت تشكل واقعة جنائية أو لا إذا كانت تشكل مخالفة سياسية أو لا ثم يتخذ الإجراءات التي تتفق مع طبيعتها يعني إذا كانت تشكل واقعة جنائية شي سوي يحيل للنياب العام إذا كانت مسألة توقع أو تشكل واقعة سياسية أن يقدم سؤالاً أو تحقيقاً أو استجواباً لمن يوجه له هذا الأمر لكن في البداية لازم أحقق ولذلك لما أحقق المجلس كهيئة هو الذي مكلف بالتحقيق في هذه المسائل ولذلك يعني ما حدث لا يمكن اعتبار أو نزع صلاحية البرلمان عن التحقيق في هذا العمل يعني إحنا عندنا البرلمان سبق أن حقق في قضايا دخول المجلس المكتب المجلس هو من حقق فيها يعني أيام جاسم الخرافي رحمة الله عليه حقق في مسألة دخول المجلس حقق في أعمال البنك المركزي وانتدى بأعضاء للتحقيق في الحسابات البنك المركزي جهة حكومية البعض يقول من يخالفك هذا الرأي يقول أن هذه جهة حكومية البنك المركزي من الممكن في ذاك الوقت الجهة الحكومية تعاملت مع شركات خاصة وغيرها بس أنا أسائل الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر لأتبين الطبيعة القانونية لهذا العمل ما هو أولاً لم أحقق حصل النتيجة إلى إيش؟ من هو المخالف وما هي المخالفة؟ على ضعهم ممكن أن تخذ إجراءات لكن أنت لا تستطيع أن تنزع عن المجلس صلاحيته في إجراء التحقيق هذول يقولون المجلس كلما يحقق طيب إذا الآن اعتبرنا أن هذه الأعمال يقوم بها ما يسمى بمكتب المجلس معناته خلاص هو مكتب المجلس هو المجلس ما فيه مجلس يعني هو مكتب المجلس هو اللي ولذلك هذا الكلام يعني كسابقة ما يعني صار في دخول المجلس خلطوا بين أمرين أمرين مختلفين مكتب المجلس باعتباره جهاز يتولى إدارة المرافق المجلس باعتباره مرفقاً هو وظيفة إيش باللائحة تحديد موعيد الجلسات المراسلات الخاصة في المجلس الأمور الإدارية المتعلقة بالمجلس كمرفق لكن المجلس كسلطة هذه الصلاحيات للمجلس كاملة يعني الهيئة التشريعية ولذلك أنت تشوف برأيك أن من حق المجلس التحقيق فيه طبعاً قطعاً بل أنه لا يحق أصلاً لمكتب المجلس نعم تحقق إدارياً في الأمور المتعلقة بعمل المرفق لما موظف محتج على تبأ ونصارة واقعة لموظفين إداريين لكن عمل تداخلت فيه العناصر البرلمانية هذا الخصاص ينعقل للمجلس راح نتكلم أيضاً بو محمد عن موضوع الجلسة السرية أم العلنية في انتخابات الرئاسة الجلسة السرية كيف؟ عفواً التصويت السري في الانتخابات الرئاسة أم العلنية ودار نقاش فيها بيوم الجلسة الافتتاحية ومطالبة النواب بأن تكون التصويت علني وليس السري أنت أيضاً كان لك رأي في فترة من الفترات في مسألة وجوب السرية في هذا الأمر راح بفاصل وراح نتكلم في هذا الحديث بعد هذا الفاصل المشاهد الكرام متواصلين معكم ومع الدكتور عبيد الوسمي استاذ الغانون في جامعة الكويت بعد هذا الفاصل رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا وضيفكم استاذ الغانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي ومحمد وحديث طويل في وغانوني ودستوري مشاهد الكرام بس قبل لا أبلش مع محمد وأكمل أسلتنا معنا اتصال من الدكتور محمد الفيلي الخبير الدستوري حياك الله دكتور محمد وإهلا ومرحبا فيك وإحنا شاكرين على مداخلتك وتواصلك معنا عزيزي أهلا وسهلا بك وأهلا بطيفك وأهلا بمن يتابع لقاكم الله يحفظك دكتور نحاول نستغل الوقت وإياك بشكل سريع بداية حديث الدكتور عبيد الوسمي عن مسألة إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة قال هذا لا يجوز هذا الأمر نبي رأيك دكتور محمد الآن متفقون على أننا نتكلم من الناحية الدستورية فقط لا أتكلم في الاعتبارات السياسية والملائمة الدستور الكويتي لا يمنع من إعادة تكليف رئيس مجلس وزراء مستقيل حتى لو كان قد قدم استجواب في مواجهته بعد ذلك ندخل في منطقة الملائمة السياسية التي من حق كل طرف من الأطراف أن يرى فيها ما يرى ولكن النصوص لا تمنع ولا حتى منطق النظام البرلماني نعم واضحة أيضا ما هو الأثر في عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة؟ هناك عمل استقر وقد يكون أساسة واقعة حدثت عام 1964 وأربعة وستين متصلة بمن الحكومة من أداء القسم استقر العمل على تفسير الفقرة الأخيرة من المادة وستة عشر بأن وجوب الحضور الحكومة يعني عدم سلامة الجلسة وفي قناعتي وهذا قناعة أكثر الفقر في هذه المسألة النص يقرع الوجوب في مواجهة الحكومة وليس في مواجهة المجلس بما معنى إذا لم تحصر الحكومة تكون هي قد أخلت بما يجب عليها أم تفعله الآن ننتقل إلى الواقعية القانونية أمامنا عمل استقر ورؤساء متعاقبين استقروا عليه اليوم ولا أقول عرف وأكد أن هذا ليس عرف هذا عمل مستقر اليوم يجب مواجهة إما أن يكون هناك قناعة عند الكل بالعدول عنها أو إذا كانت الحكومة وأطراف المجلس ترى وجوب استمرار العمل به إذن يجب مواجهة بأداء تكسر أو تنهي وجودها مثل تعديل اللائحة أو حتى طلب تفسير من المحكمة الدستورية كي نعيد الأمر لنصابة بأسرع وقت ممكن نعم دكتور محمد البعض قال والله إذا الحكومة يمكن أربع سنوات ما تبت حضر جلسات مجلس الأمة يعني يقول لك ما راح ينعقد المجلس هذا الآن إحنا متفقين على أن هذا التفسير غير سليم ولا يتسق مع المنطق القانوني نعم هذا متفق عليه وهذا رأيي اليوم أكثر الفقه ولكن نتكلم من الناحية الواقعية كيف يتم مواجهة عمل مستقر ممتاز هذا كان كلام ممتاز ما هو أثر عدم التصديق على المضبط دكتور محمد الآن وفق اللائحة الداخلية وحتى الدستور قرارات المجلس تأخذ قوتها التنفيذية إذا استكملت الإجراءات المحددة في النص لها أما التصديق على المضبطة فهو ينصرف إلى إعطاء الاعتراف بسلامة التدوين أن التدوين قد تم سليم وبناء عليه يجوز حتى حذف أمور من المضبطة أما القوة التنفيذية أو نفاذ القرار فهو يرتبط بالإجراءات المحددة ولو ربطنا نفاذ القرار بالتصديق لحولنا التصديق إلى إقرار وهذا سوف يجعلنا نحتاج واقعيا لتصويتات إضافية يعني اليوم مثلا المجلس عندما يصوت على إنشاء لجنة التحقيق لجنة التحقيق تصبح قائمة وتقوم بعملها قبل موعد الجلسة المقبلة لو المجلس اليوم صوت على قانون بالمداولة الثانية مثلا بإعفاء من المداولة الثانية يبعث للحكومة للتصديق مباشرة لا ننتظر الجلسة اللاحقة نعم الخلق بين التصديق والإقرار يؤدي أولا هو يخالف هذا التفسير المستقر منذ وجد المجلس ثانيا سوف نضيف التزامات إلى النص غير واردة هناك صحيح بعض الجهات التي تخلط بين التصديق والإقرار في نفاذية القرار يجعل القرار نافذ ولكن هذا لا ينطبق على مجلس الأمة ما لم يكن هناك نص صريح بذلك نعم وفي حالة الجلسة هل تلقى تعتبر الجلسة كان لم يكن في عدم الإقرار وتصديق على المضبطة وجهة نظري وأعتقد أني عبرت عنها بوضوح وسوف أعيد توضيحها بشكل مختصر بقى بإجابة مباشرة دكتور محمد ما عليك أمر نفاذ القرار لا يغتبط بالتصديق نحن لسنا بصدد القرار نحن بصدد تصديق على سلامة التدوين نعم ممتاز ممتاز وضحت إمكانية تحقيق مكتب المجلس في أحداث الجلسة دكتور محمد الآن ابتداء يجب أن تكون هناك فكرة واضحة قبل الدخول في الموضوع هناك نوع من التحقيق هناك تحقيق تأديبي وهذا له قواعد لا يجوز اتخاذ قرار تأديبي قبل التحقيق مع المتهم وهناك التحقيق ربطا بالبحث عن حقيقة التحقيق البرلماني تختصاص للمجلس يتصل باختصاصات المجلس أي بالتشريع والرقابة على أعمال الحكومة في الواقع محل النقاش يمكن للمجلس إن شاء لجنة تحقيق للتحقق من هذه الأحداث التي ارتبطت بالجلسة من حيث هل هي تحتاج تعديل للائحة أم لا تحتاج إذن تحقيق يجريه البرلمان بقرار منه يجب أن يرتبط باختصاص المجلس والتأديب ليس من اختصاصات المجلس وليس للمجلس أن يحقق مع الموظفين الآن التحقيق مع الموظفين في المجلس يرتبط باختصاص الرئيس الذي وفق اللائحة له اختصاصات الوزير وهنا من الممكن أن يحيل لتحقيق تأديبي يجريه مكتب المجلس باعتباره وفق المادة 39 يقوم بما يقوم به دوار الخدمة المجلس هذا جمهور دفتور محمد هذا جمهور يعني مو موظفين الحديث عن الجمهور الآن واحد واحد وهنا أيضا يجب أن نعرف بأن التحقيق مع الجمهور ليس من اختصاص المجلس وليس من اختصاص رئيس المجلس اختصاص من؟ هنا اختصاص من؟ النيابة العامة إذا كان هناك اتهام أنا حد قال تحقيق مع الجمهور نعم في تعليق على النقاط أو وضعها الدكتور عبد خلنشوف دكتور عبيد الآن أكمل في هذه المسألة بما أنك انت في تحت الموضوع تفضل التحقيق هنا يذهب بنا إلى نقطة مختلفة سلوك الجمهور هل مرتبط بنقطة في إجراءات اللائحة الحضور يمكن دعوتك شهود هنا لا يوجد ما يمنع ولكن نعلم وهذا الأمر معلوم داخل المجلس أن التحقيق البرلماني كما هو موجود لا يرتب عقوبة على من يتخلف عن الحضور من الشهود إذن نحتاج إلى مراجعة تشريعية لإجراءات التحقيق البرلماني نعم وضحة الدكتور محمد في تعليق دكتور عبيد لا مواضحة لا مواضحة وتحقيق في الوقاعة تحقيق في الوقاعة لا علاقة له بالخلط يعني نحقق في وقاعة حدثت بالمجلس حتى وإن كان أطرافها خارج المجلس وحقق في هذه الوقاعة ما هو مطلوب والتحقيق في هذه الوقاعة عمدت تأثيرها على الجلسة والقائمة فيه فلماذا التحقيق مع من قال لنا بحقوه مع الأطراف إذا خلصنا بأن هناك أعمالا تشكل على سبيل المثال جريمة جنائية يطلب الإحالة للنيابة العامة لإجراء التحقيق في الأمر جنائيا لكن التحقيق سياسيا ابتداء بهذه الجلسة وبالأثار المترتبة عليه حتى وإن اتصلك بوقاع خارج المجلس ماذا لو كانت المسألة مفتعلة لهذا الغرض للتأثير على الجلسة قال لك بس مكتب المجلس يعني في التحقيق مع الموظفين إذا كانت يعني الموظفين كمخالفات إدارية قال لك دكتور إذا اعتبرنا في هذا الجزء في هذا الجزء مثلا نحقق مع موظف محدد لمخالف ارتكبها هذا الموظف هذا لا يمنع المجلس من أن يحقق في الوقاعة كاملة بغية الوصول إلى توصيف لهذه الوقاعة فإذا انتهى أن هذه الوقاعة وقاعة جنائية يحيلها لجهة النيابة العامة لكن لا يغل يد المجلس في التحقيق في مسألة متعلقة به وبمناسبة عمله يعني هذه الأحداث تمت وين؟ أثناء جلسة الفتاحية أثناء جلسة منعقدة يا أخي الآن 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 إحنا في الوقت اللي إحنا موجودين فيه الآن في الكونغرس حقا في هذه المسألة مسألة دخولهم أثناء جلسة التصويت على القانون فهذه مسألة بديهية يعني ما تحتاج إلى خبرة أنا ما أتكلم عن مخالفات وظيفية أنا أتكلم عن أحداث بمناسبة الجلسة للتأثير على ما جاء في الجلسة طيب الآن هل تغل يد البرلمان من أن يحقق في توصيف هذه الوقاعة إذا انتهى أن هذه الوقائع جنائية يحيلها إلى النيابة العامة إذا انتهى أن دوافعها السياسية أو غرضها السياسي يحقق أو يوجهها سلة برلمانية لمن يختص بالأمر لكن لا ينزع عنه بالكامل صلاحية أن يحقق في مسألة متعلقة بعمل المجلس يعني فهذا الأمر يعني لا يتفق معنا في نغاطة أحنا تبثيرها في مداخلة الدكتور أمد هذا كلام الباقي يبدو لي أن الدكتور يعني يتفق في مجمل المصال بس هو في قضية يعني عادة تكليف رئيس الحكومة قال ما فيها مشكلة دكتور رأيي دكتور أولا ليس من الضرورة أن ينظم المشرع الدستوري نصوصا لكل حالة على حدة أن أقيسها على مسألة الاستجواب والسؤال والتحقيق وإعلان عدم التعاون إذا افترضنا بأن رئيس الوزراء أو أي وزير من الوزراء قدم له استجواب فاستقال هذا الوزير وأعيد تكليفه مرة أخرى فمعنى ذلك تعطي للإستجواب وتعطي الإمكانية عدم التعاون طيب خلص معناته ما فيه لاستجواب ولا فيه إعلان عدم تعاون خلص تصير هذه هي العلاقة تعليقك دكتور محمد واحد نحن في إطار نظام برلماني ومنطق النظام البرلماني أن بتغير الأغلبية ومن الممكن أن تتغير الأغلبية تتغير المواقف إذا وزير من الوزراء اليوم نتيجة لتحالفات برلمانية الأغلبية ليست معه سحبت منه الثقة تغير الاعتلاف الوزاري وأتت اعتلاف جديد بأغلبية جديدة منطق النظام البرلماني لا يمنع الآن هل من الملائم أن أعين من أحسب من أنا متأكد من أنه غير مقبول من الأغلبية بالتأكيد إذا أعدت التعيين سوف أنا أؤدي إلى خلل في النظام هذا من ناحية الملائم السياسية دكتور محمد مختلفة زين الآن من يقيس ذلك يجب أن نعترف بشيء مهم أن في الوضع الحالي وبدون أحساب سياسية التوجهات الأغلبية تتغير بمناسبة التصويتات إذن لا أستطيع أن أضع قاعدة اليوم أقيد فيها حتى التطور الاحتمالي للنظام إذا توجهت إلى البرلمانية الأكثر إغالة نعم وضاحة دكتور أنا شاكر لك دكتور محمد الفيل الخبير الدستوري شكرا على الإضاحة والتوضيح في هذه المساء دكتور عبيد أيضا الحديث عن التصويت من ناحية العلنية والسرية أنا بنعرف رأيك في مسألة السرية والعلنية في انتخابات الرئاسة أولا لا يترتب على إعلان الموقف في هذه المسألة أي جزاء محدد وإن كان الجزاء سياسيا إذا كان مثلا النائب يعتقد أنا ذكرت رأيي في فترة من فترات بأنه لأن النص لا يقرر هذه المسألة فإنه التزاما بوضوح النصوص فإنني لن أعلن عن هذا الموقف لكن إعلان الموقف في حينها لا يترتب عليه تأثيرا في إخلال في صحة التصويت أو عدم صحته لكن في مثل هذه الظروف السياسية كان إعلان الموقف أمرا مطلوبا شعبيا التصوير والباركود أنا ما حقول لك الباركود والتصوير هو كشف هذه السرية لا يترتب عليه هو إعلان موقف في جميع حالات يعني بالضبط مثل الشخص الذي يقول لك أنا صوت حق أحمد الفضلي صوت حق أحمد الفضلي يعني هذه المسألة لا يرتب عليها القانون جزاء مباشرة يبقى التصويت صحيحا لكن هل يقبل الرأي العام مخالفتك لهذه القاعدة بهذا الشكل أنا في اعتقادي من الفترة الماضية كان مطلوبا الرأي العام كان يطلب من الأشخاص إضاح مواقفهم بشكل علني ولذلك حتى لو كان يخالف الدستور لا لا ما فيه مخالف الدستور هذه مسألة منظمة لائحية لا يعني التصوير لائحة هل هو أمر دستوري؟ لا 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 لم يضع المشرع الدستوري فرضية بالتصوير أو عدم أو عدم التصوير أو إعلان الموقف بس في مسألة السرية أولا لم يقرر السرية في هذا الجانب وبإمكان أي شخص أن يعلن موقفه سواء قبل الجلسة أو بعد الجلسة مسألة التصوير هو إثبات لها ليس إلا يعني أنا ممكن أنا أقعد في مثل الجلسة وقال أنا صوت حق أحمد السعدون إعلان إعلان أعلنت موقفي لكن التصوير هو لإثباتها بس أنت في أحد اللغاءات دكتور عبيت رفضت أنك تعلن أنك لمن صوت في انتخابات الرئيس خلني أعرض الفيديو هذا وبيتعليقك عليه رفضت أن نعرفه من غير متاعب لا خلني أعرضه صوت لي أنت صوت له صوت لي أبو عبد العيس بالرئيس لا أحفصح أنه لا أحفصح لا سري أنا أعبالي بس قبل لا أنا أريد أن أقولك أن الموقف من الرئيسة واضح تماما لكن لن أفصح طالما كان القانون ينص على أن التصوير سري أنا ما وضعت النص ما في شيء الآن في ظل أغلبية متجانسة يعدل النص ويسمح بالإعلان عن موقف الرئيس ما عندي منعه سواء مكتب المجلس يعني في الانتخابات الرئيس ونائب الرئيس والمراقب وأمين السري لكن إن القانون يقول تصويت سري وتعلن هذا ترتبث القانوني يا جماعة دكتور أبيد ما يبيعلن تصويته إيه لا 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 ما نقدر نخالف القانون واضح رجعنا لكم مشاهدين الكرام ومازلنا معاكم على الهواء مباشرة برد يعني هاي هاي أرأي أقول لك يعني أنت قبل شوي قلت يجوز يعلم قبل وبعد لا أنا أقول لك إعلان الموقف قبل وبعد لا يرتب القانون عليه جزاء مباشرا أنا عن نفسي لن أعلن طالما كان هذا النص باقيا لكن هذه المخالفة أثرها إيش؟ أثرها سياسي طيب هو المجتمع يريدك تعلن يعني في هذه الحالة المجتمع أراد الإعلان يعني توجه الرأي العام كان يدفع الناس لأحوالإعلان ولذلك مواقفهم كانت مبررة يعني هذا النص موضوع ليش؟ حتى لو كان في مخالفة موضوع لحماية النائب لا 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 المخالفات لها أثار مختلفة يعني حتى الخطأ في القانون يا أخ أحمد الخطأ في القانون نحن ندرس له أسماء مختلفة فيه خطأ جسيم وفيه خطأ بسيط وفيه خطأ لا أوصاف مختلفة هذا الخطأ زينتل ليش معلت على الهواء؟ لأن في ذيك الفترة المسألة مختلفة تماماً لم يكن مطلوباً من الشارع الشارع هو الرقيب على أعمالي الشارع لم يطالبني لم يعتبر المسألة حدية لأن المسألة تكاد تكون محسومة ومعروف موقفي ومعروف موقف غيري لكن هذه المرة المسألة مختلفة ولذلك طبعاً هذا ليس دفاعاً عن موقفي وليس دفاعاً عن النواب اللي أعلنوا موقفهم لكن هؤلاء ملتزمين أمام الرأي العام ولذلك هم ليش أعلن موقفهم؟ أعلن موقفهم للرأي العام ولما صوروا صوروا أيضاً ليثبتوا هذا الموقف نزولاً عن إرادة الأم طيب الأمة كانت تريد ولذلك هذه المخالفة لا تقاس بالأثر السياسي لعدم الإعلام ولذلك في مقياسها السياسي إنه إذا لم يترتب جزاء محدد على مثل هذه المخالفة هو التسويت يبقى صحيحاً في الحالتين لكن في الوضع الطبيعي الخروج على هذه القاعدة قد يشكل جرحاً سياسي في النهاب هذه المرة لا هو الجرح السياسي عدم الإعلان عن الموقف نعم من يخالفك هذا الرأي يقول أن الدكتور عبيد الوزمي يبرر لربعة يعني يبرر هذا نوع من التبرير لربعة لا لا مربعة بالعكس أنا أحييهم على هذا الموقف وليس أبرر أحييهم على هذا الموقف لأن هذا كان رغبة الشارع في أن تفصح الموقف طيب في إيهامة المطاف الشارع هو الرقيب على الإعلامة للسلطات وهذا عمل من أعمال السلطات يعني هذا عمل من أعمال السلطات ولذلك مو بس إعلان الموقف إعلان الموقف أنا ممكن أطلع وأقول والله أنا صوت حق فلان فلان لكن أنا أتكلم عن إثباتها ما هو أبعد من ذلك إثباتها ليش سؤال لماذا صور هؤلاء الأشخاص الأوراق لماذا؟ عشان يعلن لمن؟ للناس يعلن للناس لو مكانهم كنت تصور لو كنت سؤالي لك محد يعني لو كنت مكانهم في ذاك الوقت والله يا أحمد أنا لا أعلم يعني فعلا أنا ما أعلم كيف ممكن أنها تكون تصور يعني ربما تكون لدي يعني صورة أخرى أني أثبت موقفي لكن كيف تبرل لهم أنت ما تغير في أمر مثل هذا؟ يعني ما أعلم بالضبط تحديدا ما هو الإجراء الذي يفترض بأن أقوم به لكن في كل حالات لو أعلنت موقفي وصورت له رجاء فإن هذه المخالفة القانونية لا ترقى للأثر السياسي لماذا؟ لأن هذا التصوير موجه للرأي العام والرأي العام هو الرقيب على أعمالي في الحالة الطبيعية لما يخالف النائب سياسيا من الرقيب عليه في أعماله؟ مين؟ الناس الناس إذن هذه المخالفة مين يطالبها؟ مين؟ الناس اللي كانت طالبها مادر يطالبوها ولا لا مادر لما كان في طلبها لا 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 واضح تماما لكن كان توجهات رجاء بس هل معقولة يعني دكتور عبيد أي أمر الناس يطالبونه حتى لو كان مخالف للدستور والغانون انطبغه؟ لا لا أنا مو قاعد أقول أنه مخالف للدستور والغانون حتى لا تقوّلني منها هذا ليس مخالفا للدستور وليس مخالفا للقانون لا لا كل ما هناك أن اللائحة في التصويت عبارة عن إيش أول شيء بالإمكان أن يكون التصويت علنية ومنعون التصويت العالمي هذا رقم واحد يعني رقم اثنين هناك إمكانية لعلنية التصويت في هذا المسال ولذلك قدم الآن قدم الآن اقتراح بتعديل اللائحة بجعل التصويت سريع وهذا أمر ممنطقي إذا كان التصويت على ولاية العهد مني دابل اسم يا أخي فهل تعتقد أن التصويت على مكتب المجلس؟ يحاط بضمانات أعلى من التصويت على ولاية العهد ولذلك هذا الأمر غير منطقي لأنه غير منطقي فإن أثر المخالفة يعد عاديا يعني أثر المخالفة لا يخل بسريان قواعد النظام بالسوري كما أن الظرف السياسي كان حالة خاصة سدعت اللجوء لمثل هذه المسألة لا أقول لك أن العمل صحيح لا زلت أقول أن الآن العمل فيه قدر من المخالفة لكن هذه المخالفة كانت تبررها ظروف تستدعي من أي شخص أن يعلن حقيقة موقفه نزولا عن رغبة رغبة الناس مش المجردة مو رغبة الناس عدل مشروعة ولذلك من يبحث في أبعاد ما وراء هذه المسألة لماذا كان الناس يطالبون بعلن التصويت لأنهم يعتقدون أن سلامة الإجراءات وسلامة المؤسسة تستنعي ولمصداقية النواب في مسألة تعلانهم في موضوع الرئاسة هذه المطالبة طبعا هو مصداقية أمام رأي العام مسألة ضرية وتم التصويت لك على هذا الأساس ولذلك إثبات حسن نواك وأدائك لوظيفتك الأساسية في النيابة عن الأمة طبقا للقواعد التي تفترض أنها تحقق أعلى درجات المصلحة العامة كانت تقتضي القيام بهذا العمل ولذلك هذا نوع من أنواع الضروات الاستثنائية التي تبرر الخروج على قاعدة لا يعد الخروج عليها أصلا مخالفة جسيمة يعني مثلا واحد صوت في الانتخابات تصويت سري وقلت والله أنا صوت حق أحمد سعدون وين الأثر السلبي أنت ممكن عارف أني صوت حق أحمد سعدون بدون ما أقول أني صوت حق أحمد سعدون يعني مثلا في ذاك الوقت كتلة العمل الشعبي اللي هم جموعة من النواب نحن نعرف أنهم صوتين حق أحمد سعدون تلقائيا من غير مدهول ولذلك هو لا أثر أصلا لهذه المخالفة كما يدعون هم فقط ينتقون ينتقون أوه شلون صارت التصويت كذا زيني يا أخي نقل الأصوات مخالفة ولا مش مخالفة سؤال مخالفة نقل قيود الانتخابية شراء الأصوات مخالفة ولا مخالفة زين ما كنت الحكومة تعلم بكل هذه يعني تتركت المخالفات الجسيمة المؤثرة على العملية البرلمانية كاملة وقلت لي والله هذا خطأ وهذا خطأ لا 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 درجة الخطأ تختلف أنا قلت لك أن الأخطاء ليست من درجة واحدة الخطأ البسيط لا يعامل معاملة الخطأ الجسيم هذا خطأ جسيم هذا تدخل في إرادة الناس لكن الآخر ليس تدخل في إرادة الناس لأن أصلا أنا أعلنت عن إراتي يعني لم يخضع لتوجيه واضح لأنه كان بالإمكان يا أخ أحمد أن تدفع رشاوة بخصد إيش توجيه تصويت الأفراد ولذلك اللي أعلن موقفهم إيش أعلن موقفهم للتبرأ من إمكانية التدخل ولذلك هذا التدخل هو الجريمة اللي أعاقب عليه القانون التدخل في توجيه إرادة نواب البرلمان ترغيبا أو ترهيبا هذه هي الجريمة لكن هذه الجريمة أصعب ثباتها لكي لا نثبت أن الحكم يعني رغبت أو رهبت النواب من التصويت ولذلك هذا إجراء يعني أنا أعتقد في جميع الحالات أن دوافع هذا المسألة نتيجة تدخل الحكوم في تشكيل هذه اللائية هو الذي دفع الناس للقيام بهذا الأمر لكن أيضا أنا أقول لحياء الإخوان النواب هل يحتاج لتعديل اللائحة الداخلية في مسألة علانية في التصويت بالرئاسة؟ يحتاج؟ لا مو يحتاج الآن أصبح في رأيين في رأي يقول لا يبقى ما يحتاج هي بالنهاية المدلس سيد غراراته المدلس يقدر يصوت في العلانية أو عدم العلانية وفي رأي آخر يقول لا اللائحة الداخلية تحتاج إلى تعديل لا لا أنا في تقديري قطعا لهذه المسألة وطبعا يستطيع النواب أن يكون التصويت بالنداء بالاسم وهم منعوا من ذلك على فكرة يعني هم منعوا من ذلك يعني الأدوات الأخرى منعت من أن يكون التصويت علنياً ومع ذلك أنا أقول قطعاً لهذه المسألة وتحقيقاً لأعلى درجة هذا رئيس السن طبعاً كان لخ حمد الهرشاني اللي هو منع معلش أعلى درجات الرقابة على الرأي العام هو أن تعدل بشكل واضح وطبعاً فيه إمكانية لكن عشان ما يصير عندنا نفس المسرحية اللي صارت وقدم طلب والطلب يعطين الحق في القيام بالتصويت على نحن معين ويرفض هذا الطلب يلزين شي المطلوب أن تصير هوشة داخل مجلس عشان أفرض هذا الطلب ولذلك هذه الأعمال هي أقرب لأعمال للفرض الأمر الواقع وصارت معروفة للناس يعني الحين معلومة تنتقل وقدرة الناس على نقل الفكرة ينتقل وحتى تصوير هذه المسائل أصبح عاضر بس رئيس السن ما يملك أنه يغرر غوانين أو يطلع فيه أمور لا 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 هذا يعني هو مجرد تسليم موضوع الرئاسة من يفوز بالرئاسة يسلمه أنا عارب بس الآلية الآلية التي يتم فيها التصويت أيضاً تخضع لإدارة هذا الفرد وقت هذه العملية نعم وضحت هذه بو محمد بو محمد الحديث عن وثيقة الكويت نعم والموضوع وثيقة الكويت كانت هناك ردود يعني أولاً ليش قدمت هذه الوثيقة وما هي الأسباب لتقديمكم لهذه الوثيقة ومتبدت فكرة تقديم هذه الوثيقة والله قبل تقديمها بحوالي أربعة أشهر كانت في لقاءات بيني بين دكتور حسن جوهر وبعض الأشخاص يعني في تطوير فكرة يعني الإصلاح السياسية وتحديل العناصر الأساسية لتشخيص الحالة السياسية وماذا يمكن أن نقدم كمهتمين بشأن العام ولذلك التقيت في هذا الصدد بمجموعة من الشخصيات منهم السيد أحمد سعدون والدكتور أحمد الخطيب ونايف المرزوق وسيد خالد السلطان وعدد كبير من السياسين اللي يمروا على التجارب البرلمانية المختلفة يعني يمكن من يعني اللي يمروا في كل حالات الفعالية الدستورية وتعطيلها سواء المراحل التعطيل الثنين والدكتور عبدالله نفيسي أيضا باعتبار أحد أعضاء البرلمان في عام 85 يعني فشخصنا هذه الحالة ثم وضعنا ما هي الآليات التي يمكن فيها الخروج من أزمات الكويت المتكررة يعني حتى لا تتكرر هذه الأزمات وقدمت على شكل دراسة يعني شأن الدراسات السياسية الأخرى اللي كانت تطالبها الحكومة يعني بلير لما جاء الكويت كان يقدم دراسة صحيح بس دراسة مدفوعة الثمن لا احنا بجوعة سياسيين عاشوا هذه التجربة بشكل فعلي وقدموا تصورا لتجاوز كل عقبات النظام السياسي الحالية بغيت الخروج فيها ولذلك وقعت وقدمت لسمو الأمير باعتبار أن نعم مكتوبة وموقع وأنا من قدمها وكان بحضور الدكتور عبدالله نفيسي فأنا قلت بدل ما أن الناس كل فترة وفترة تقولوا أنتم تنتقدون لا احنا ننتقد وقدمنا شيء مكتوب للرجل الأول في الدولة يعني ما في بعد الشيخ مواف يعني في بنظام السوري يعني أحد ممكن تعرض لهذه التصور كاملا وتضع له أيضا خطط العمل اللي احنا نقترح نعم كان أبرزها مسألة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفويض الحكومة لمعالجة القصور والخلل في مرافق الدولة توافق وطني على نظام انتخابي يعني يعكس تنفير الشعبي يراعي أغرار استراتيجية لديموة الموارد والثروات الطبيعية وإعادة تشكيل السلطة الغضائية وإغلاق ملف السجناء السياسيين وعقد مؤتمر عاجل للإصلاح الوطني هذه أبرز ما جاء فيها نعم كان فيه أكثر من هذه المطالبات المنشورة كانت أقل من ذلك وإيضا وضعنا التصور كيف يمكن أن توضع هذه المسائل موضوع التنفيذ في أفضل التصورات السياسية الممكنة نعم ولذلك بس دكتور عبيد يعني هذه الوثيقة قد تنقت كثير وشديد لا هي لم تلاقب دعني أقول لك أنا وإنت بعدها يجعو أن البعض قال أن يعني ولام أيضا حتى الدكتور عبيد الوسمي يعني أن هناك ملاحظات على الدكتور عبدالله النفيسي كون الدكتور عبدالله النفيسي يعني كفر فئة كبيرة من المجتمع الكويتي فهذه يعني فالبعض انتقد قال يعني كيف تقدم وثيقة للكويت وشخص مكفر مجموعة من المواطنين الكويتيين وطنية وعندما يتحدث دعني وصل لك سؤال وعندما يتحدث عشانا ما بك تسترسل في نقطة يعني ليس من صالح الناس أن تذكرها ومن يطرح هذا الطرح هو يريد الإضرار بهذه المسألة هو يريد طرحا طائفيا وانا اسمعت الأشخاص اللي طعوا معكم أنا عشان ترد عليها وتوضع دكتور عبيد سمعت الأشخاص ها ولا يعني أولا لا أثر ولا قيمة في ما تقدم ودلع على ذلك روح قدم روح قدم أنت إذا كنت تعتقد أن هناك تصورة لإصلاح السياسي لا تنتقد عبداللنفيسي أنت روح أنت روح قدم مهما تصوراتك العمل السياسي ما يصدا منك تقعدوا تقول ولله عبداللنفيسي عبداللنفيسي ليس الشخص الوحيد يعني هذه الوثيقة عرضت على سبعة من السياسيين الذين عاصروا كل ما رأح للعمل السياسي طيب إذا كنت منتقد عبداللنفيسي طيب الاشخاص هذول يريدون انتقاد الوثيقة فهو لم يجد الا شغلة على الاساس يعيد تكرارها ولذلك هولا الاشخاص صح تكلموا وقالوا انه والله عبدالله نفيسي كان له موقف طيب انت ايش موقفك انت اقول احنا قدمنا تصور الاصلاح السياسي طيب انت قدم يعني ما حد منعك في ان تقدم والدليل على ذلك ان بعد يوم من تقديم الوثيقة شلي صار الحركة الدستورية قدمت الوفاق قدموا مجاميع اخرى قدمت في بيان من تيارات سياسية قدمت هذا التصور بعضهم عرض ايضا على الدول الاميري حينه ولذلك يعني ما المفروض ان كانوا ينتظرون الى ان يقدم شيء سواء هذا الشخص او غير من الاشخاص او غيرهم ممن يرددون هذا الكلام دون فهم لمضامين يا اخي انتقد الفكرة يعني اترك ناقلها انتقد الفكرة ناقشها او قدم ما هو افضل يعني اذا كنت تعتقد بان تقديم الفكرة بهذا الشكل يضر بالصالح الوطني قدم ما يفيد الصالح الوطني واضحة وضحت هذه النقطة الحديث عن العفو الشامل يعني ابو محمد احنا بنعرف رأيك في هذه القضية نعم هذه مسألة في قضية العفو الشامل وهناك حديث الان متوازي هل العفو الشامل يفرض ام يطلب بتوافق الحديث من خلال التوافق المجتمعي الموجود كمجتمع ام هي عملية الذهاب الى المادة 75 بعينه برأيك لا هي هي ايضا الحديث عن يفرض او يفرض هذا كلام يعني خارج السياق يعني النظام الدستوري وضع قواعد العفو سواء كان عفوا خاصة او عفوا شامل بقانون يعني هذا هذا هو يفرض بقانون على سبيل المثال اما اذا المسألة بتصير تحدي بين السلطات يعني هذا لن نصل الى حل في اي شيء اخر يعني برأيك وين الحل الحل الله سلمك النموذج الذي قدم بشأن العفو الشامل تفاديا او اعطاءا لصلاحيات تقديرية للنظام بشكل غير مباشر في تقدير الحالات التي قد لا تكون معلومة لانويات النظام ينظر في ملفات ابعد من ذلك ولذلك قدمنا تصورا لتقرير العفو الشامل في الفترة اللي اصبح فيها يعني معظم هذه القضايا التي اربكت حتى السلطة القضائية يعني الان عشرات الالاف من القضايا تنظر امام القضاء اولى للسلطة القضائية ان تنظر في ما هو اهم بدلا من ان ننظر في قضايا متحلقة بتغريدات ومغردين بالاضافة الى بعض القضايا اللي تستوجب اصلا من النظام التدخل باصدار قانون عفو شامل حتى مو اقتراح الحكومة يجب ان تقترح يعني مثلا قضية دخول المجلس لماذا صدرت احكام في مواجهة هالو النواب قولي انت شونا تسمع الاعتداء على رجال اعتداء طيب فيه اعتداء على رجال الامن مش موجده رجال الامن طيب هذا خطأ هذا الخطأ يستوجب على اقل تقدير ان يصحح لان مثل هذا الخطأ لا يصحح الا بقانون طيب الان في الظروف العادية اذا اعتديت على رجل الامن ولا غير رجل الامن اش تسوي ان تحصل على تنازل من هذا الشخص طيب هؤلاء منوع حقهم اصلا من حصل على التنازل ولذلك هذا الخطأ يستوجب تدخلا لتصحيحه بالاضافة الى قضايا اخرى يعني الان بس نحن الان امام حكم تمييز وامام واقع معلش التعامل مع هذا الواقع حكم التمييز قابل للتصحيح بصدور عفو شامل يصحح اثر الحكم لأن انا في اعتقادي انه لا يمكن تصحيح هذا القطأ وهل هذا حل واقعي يعني بالنهاية ما تعتقد اليوم وهل واقعي ما تعتقد اليوم نسمع كلام ان هذا الامر مرفوض في قضية نسمع هذا الكلام من من القيادة السياسية ان في قضية عفو شامل ما اعتقد يعني الا من خلال الا من خلال تصوت بالنهاية قد الحكومة ترد لكم ما اوكي ايه ما تم الموافقة عليه انا رأيك ايه انا برأيك لكن مش الافضل ان يكون هناك حل اخر توافقي ما بين الحكومة والمجلس الحل التوافقي هو التصور المقدم الان واعتقد ان هذا المقترح موجود لدى الدكتور حسن جوهر وتمت مراجعته من ناحية السياسية ورعيت فيه كل العناصر السياسية والدسورية واعطاء فرصة حتى للنظام لتقدير بعض الحالات الاخرى التي قد لا تكون مرئية للناس وايضا ازالة الاسباب التي من الممكن ان تهاجم فيها الدولة في قضاء الحريات يعني في تقارير دولية قاعد تكتب عن الكويت يعني في اكثر من 670 شخص موجودين الان في الخارج ومقدمين بعضهم طلبات لجوء سياسي هذا مو في حق الكويت شيء زين ولذلك تسوية هذه الملفات هي مفيدة للدولة نحن الآن نضع امام متخذي القرار الحكومة القادمة يعني نتمنى لا تكون برئاسة صباح للخالد التي ذكرناها لكن تصورا يمكنهم اساسا من التعامل مع هذا الملف الشائك في افضل التصورات الممكن التي تخدم مصالح الدولة والمجتمع في المسألة ليس التحدي اما اذا اقول والله ان فيه امكانية اللي يرده طيب اي قانون ممكن يرد اي قانون اي قانون ممكن وهذا الدستور طيب اذا المسألة بتصير لكن البعض دكتور عبيد يقول دكتور عبيد قاعد اليوم بينه وبين اسرته ويتحدث عن عفو شامل نحتاج الى واقعية في هذه المسألة حتى الحكومة تفرض علي لا ترد لا ترد انا اقول لك وجهة النظر الاخرى دكتور من هي نوجز في قضية وجهة نظر الحكومة في قضية العفو الخاص قد يكون اليوم حتى اللي موجودين في تركيا يقول لك البعض ما عندهم يعني مشكلة في قضية العفو الخاص لم يكن يعني بعيد عن مسألة الاعتذار وغيرها ما عندهم مشكالية يعني انا لا استطيع ان نتحدث باسم غيري لكنه نتكلم وهذا نقلها وليد الطبطاباى في لقاء الاخير الوليد الطبطابى يعبر عن نفسه يعني وخلص انت وليد الطبطابى جعت واعتدرت وسويت اللي تابعه بترجع الجامعة وهو ينقل عنهم بلسانهم لا 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 ما يحق لا 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 ما يحق للوليد ولا غير ينتكلم بسانع اشخاص موجودين واحيا وانا يمكنني اليوم اكثر من واحد وهم يقدرون ينفون أو يؤكدون هذا الكلام محدد فيه ليس كل مرة تروح تسالف عشان الناس تنفي هذا دكتور وليد طب طوائل كان واحد منهم نعم ونعم فيك بس ما يصير انك تحدد في لصار غيرك وهم يتحدثون يعني انت ما تكلم بلصان مسلم ولا سال من نملان ولا مبارك هم يتكلمون هم يطلعون يتكلمون يعني ما حاجة انك تنقل هذه التصورات يعني فاني الكلام اللي يقول ان هناك تصورا مطروحا وليش ما يأخذ يعني رأي الحكومة فيه يقدم كمقترح بقانون ويصوت عليه والحكومة نشوف رأيها في هذا الموضوع الا اذا كان لديها تصورا اخر اذا لديها تصورا اخر تقول كيف ستعامل حكومة مع عدد الكويتي الموجودين في الخارج في ملاحقات لقضايا رأي يخل عنك القضايا السياسية اللي احنا نعرفها اللي صار يعني القضايا الاخرى يعني فيه 670 شخص متهمين في قضايا رأي وتعبير منها قضايا انا اعتقد انها ليست من الاهمية ان تضعف رمزية الكويت في المجتمع الدولي وان تكتفيها تقارير دولية وان يوجد ابناء الكويت في اكثر من 13 دولة اوروبية بعضهم يتقدم بطلبات لجوء يعني هذا الكلام مسيء للدولة والاسلم ان يتم تسويتها بافضل الظروف الممكنة التي تضمن لهؤلاء عدم توظيف مواقفهم ضد الكويت او على اقل صدر التقارير الدولية قد تضعف رمزية الكويت في المجتمع الدولي نعم دكتور عبيد البعض قال ان في خلاف اليوم في هناك خلاف ما بين حتى اعضاء مجلس الامة ومن يذهب للموضوع العفو في مسألة القضايا بعضها تحدث عن دخول المجلس البعض الاخر تحدث عن خلية العبدلي في هذا رأيك في مسألة دخول الاخوان في خلية العبدلي في هذا العفو اوكي اذا وضع تصور للعفو الشامل يمكن النظام من تحديد المعايير السياسية التي يتم بناء عليها تحديد امكانية العفو فهذا يضع امام النظام صلاحية ان يقدر مو بس قضية ولا قضيتين كل القضايا مجتمعة وفقا لمعايير يضحها بشكل خاص ولذلك الان عشان ما نطرح قضية واشر تخلق صداما في المجتمع نتيجة الصفاف طائفي او ثيهوي لان في اشخاص مثلا نسمعك بالفترة الاخيرة يعني تكلموا عن خلية العبدلي فقط لما تطرح قضية دخول مجلس تكلموا عن خلية العبدلي زي ما حد منعكم ان تقدمون اي تصور اخر حل لهذه القضايا لكن الحل يجب ان يكون اجماليا بكل القضايا تشترك ايضا الحكومة يعني مو يشترك فقط البرلمان البرلمان يضع التصور العام باعطاء امكانية العفو عن القضايا السياسية وقضايا الرأي والتعبير خلال سياق زمني معين ثم يترك ايضا لمجاميع من او لهيئات في النظام السياسي لتقدير الحالات لان عدد الحالات الان كم العدد الان وصل يعني المسألة مو متعلقة فقط في دخول المجلس ولا قضية الفلانية يعني العدد في غضايا رأي وغضايا اخرى بمئات الحالات منها ما نعرف ومنها ما لا نعرف لكن الحكومة تعرف الحكومة عندها السجلات والملفات وعندها المراسلات مع المجتمع الدولي وتعي اثر ذلك على وضع الكويت الان في المجتمع الدولي ليس مصلحة الكويت ان تهاجم الكويت بابنائها ليس مصلحة الكويت ان يكون عندك عدد كبير من طلبات اللجوء السياسي بسبب تغريدة هذه المسألة مضرة للدولة ويجب أن تتنبه الحكومة الدكتور حسن جوهر كان عنده كان في حديث بينه وبينه قال أنه يقدم هذا الملف إلى القيادة السياسية وهي من تقرر في قضية العفو عن من رأيك فيما طرح الدكتور حسن أنا لا أعلم السياق الذي قيل فيه وقال أن العفو الشامل لن يمر برأي الدكتور حسن جوهر وحمدان العازم أيضا بأن الحكومة سيرت يتحدثون بواقعية يجب أن يدرك النائب طبيعة دورة في النظام السوري إذا قد فيملك النائب في دور نعقاد الآخر أن يقرر في الأغلبية العادية إذا كان عندي قدرة على أن يتمرر القانون يتحدثون بواقعية بكلامهم أن هذا الواقع أيضا إذا نتكلم في هذا الواقعية خلاص بعد نلغي البرلمان بالكامل هذا الواقعية يعني سبق في سنة من السنوات أن ألغيت الحياة السياسية بالكل بس ما في مقارنة ليش ما في مقارنة هم يتحدثون عن عفو خاص السؤال العفو الشامل يتقرر بقانون أو يتقرر بقانون يتقرر بقانون أو لا تغرب المادة 75 إذن هي صلاحيات يملكها من؟ النائب يملك النابل وأيضا للحكومة لها الحق في مسألة ترد لماذا تفترض أن الحكومة سترد؟ لأنه لا يوجد مؤشرات بالنهاية في العمل السياسي في مؤشرات ومعطيات يجب على النائب أن يستأذن الحكومة قبل أن يقدم التشريع أن يكون عمل توافقي أحيانا كثير من القوانين وغيرها أيضا يتم التصويت عليها من خلال حكومة وغيرها والتعاون لا يجوز أن تتوافق مع ما تملك أنت صلاحياتك التشريع عليك أن تشرع بعد ذلك الحكومة تملك صلاحياتها في الرد وأنت أيضا تملك صلاحياتك في إقرار هذه القوانين هذه القوانين يفترض أن تكون تعبيرا عن إرادة الأمة ليست إرادة الحكومة الحكومة تريد ترد وتتحمل تبعات الرد لكن لا تتنازل عن صلاحياتك فقط لإمكانية احتمال الرد زي الدكتور ما تشوف نفسك يعني شوية بعيد عن الواقع في هذه الجزئية وهذه القضية في مساوية الحل يعني تشوفنا كلنا نتكلم نقول يا يبلوية عفو خاص ويتمشي الأمور والناس كلها تتمنى ذلك أوكي أنا 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 ماني ضد يعني اللي ما فيهم اللي في تركيا أو أنا ما أعلم عن اللي في تركيا أنا ما أعلم ولا يجوز لأحد أن يتحدث بلسانهم وهم يملكون أن يعبروا عن مواقفهم بشكل علني لكن ما يجوز هنا إحنا نقول والله اللي بتركيا أو لا اللي بتركيا أشخاص حاربوا فسادة سياسية معلنا ودفعوا ضريبة باهظة ويجب على المجتمع أن يصطرف دفاعا عنها أو لا نقطة يعني بعد ذلك الشيء اللي إحنا نسويه أن نقترح لهم أنسب الحلول الملائمة أما هم ما يختارون فهم أحرار فيما يختارون نعم وضحت الأخوان في يعني كتلة اللي تم تشكيلها من الدكتور حسن جوهر ومجموعة من النواب قدموا بيان بشأن استحقاقات الحكومة القادمة ما أكيد قرأت هذا البيان يعني تطرغن المسؤولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي يعني تتحدث عن أمور كثيرة في غضية المصالحة وغضية من باب التعاون مع رئيس الوزراء القادم رأيك في هذا البيان دكتور؟ يعني أنا لا أستطيع أن أعلق على عمل أنا ما أعلم لكن أنا متأكد من الدكتور حسن جوهر ومجموعة من الأشخاص قرأت البيان؟ وقعوا هذا البيان قرأت نعم يعني إن نواياهم حسنة يعني بصرف النظر عن الصياغة أو فهم الناس يعني أنا متأكد من الدكتور حسن يعني راعة في بعض المسال وإن كنت يعني أنا بنفسي يعني أرى أن هذه الصياغة لا تكون موفقة في مثل هذا المسال أنه قد تكون رسالة سياسية للنظام أو للحكومة بأن إحنا ما عندنا مشكلة أن نتعاون مع أي شخص في مقابلة أن يقدم مواضيع قد تكون وسطية بين الطرفين وأنا ما أعتقد أن الدكتور قصد هذا لماذا ما نتجاوز التأزيم؟ يعني وين المشكلة أن يصبح في تعامل؟ لا 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 هذا الكلام اللي يقولوننا هذا ليس تأزيماً الدفاع عن مصالح الناس ليس تأزيماً من يؤزم هي الحكومة التي أتت للناس بتشكيل وزاري يعلم الجميع بأنه قص في إهانة الناس وخلق حال التأزيم وهذا أشياء قلناها قبل لا تستقي الحكومة معلش والآن قد يحدث تغيير وزاري في هذه الحكومة القادمة لا لا من لي شكل حكومة ابتداء منهم؟ من لي شكل حكومة؟ رئيس الوزراء رئيس الوزراء اللي هو استقال والآن بيعيد تشكيلها لا إحنا مش حق لتجارب رئيس الوزراء تشكل حكومة بالمزاج اللي تبيه واختيار العناصر ثم تأتي بعد ذلك علشان تكسب علينا فضل أنه والله عدت التشكيل وأخرجت العناصر المؤزمة من اللي جاء بالعناصر المؤزمة؟ مو أنت؟ إذن يجب عليك أن تتحمل أخطاء تبعات الأعمال التي قمت بها يعني هذا هو المنطق السليم هذا ليس تأزيما يعني لما في البداية شكلت الحكومة وشكلت حكومة ولم تأتي ببرنامج لأن المادة 98 من الدستور تلزم رئيس الوزراء بأن يقدم برنامج عمل الحكومة فورة تشكيلها من الذي منع رئيس الوزراء من تقديم برنامج العمل؟ السؤال من الذي منع؟ يعني يقول لي واحد من أعضاء البرلمان منعك من تطييم البرنامج لم يمنعك أحد ولم يتدخل أحد في اختياراتك هذا نظريا على الأقل يعني اخترت من تريد لكن السؤال أنت لا تملك صلاحية مطلقة في أن تحجب رأي الآخرين في من تريد يعني أنت بإمكانك أنك تشكل الأشخاص اللي تعتقد أنهم يخدمون هذا البرنامج ومن حق الأمة أن تبدي رأيها في هؤلاء الأشخاص بدليل أن بعض الأشخاص قد يكون لهم تركة سياسية تمنع من توزيرهم أو تخلق فهذه المسألة إذا كانت مفهومة بالنسبة للشخص العادي كيف لا تكون مفهوم الحكومة؟ يعني من يتابع على الأقل ردة فعل الرأي العام بعد تشكيل الوزارة يعلم الجميع يعني وهذه أنا أمتأكد أنه عند الحكومة أن المسألة كانت تأزيم البداية كيف عربنا تأزيم؟ ومن خلق التأزيم؟ هو رئيس الوزراء بهذا التشكيل فبعد أن تم مكاسب فينا فضل أنك والله غيرت التشكيل وجبت لناس آخرين لا الكويتيين ليسوا حقلا لتجاربك الشخصية علاوة على رأيي يعني أنا أحترم رأيي الدكتور محمد الفيلي في هذا الخصوص في مسألة التكليف بس أنا تقديري وين شايف الأمور رايحة يعني الآن في ظل المجلس وإذا تم إعادة التكليف؟ هل شايف في حل المجلس؟ أنا أقول والآن الحديث عن طعون انتخابي أيضا؟ لا يفترض لا يفترض ولا يفترض استخدام وسائل الإرهاب والتهديد المباشرة وغير المباشرة واستخدام الإعلام كعدات لإرهاب الناس يعني إيش اللي يحل المجلس؟ إرادة الأمة ليست رخيصة يعني حتى تلغى يعني وقت ما تريد الحكومة إي إرادة الأمة تعبر عن رغبة الشارع الكويتي وعن رغبة الشارع الكويتي يجب أن تحترم يجب أن تحترم أما إذا كل مرة بندخل في نفس السجال وندخل طبعا الحين أنا سمعت تسريبات لجريدة القبس اللي هي صوت من أصوات يعني صوت من أصوات السلطة نحن نقدرهم يعني زملاء مؤسسة إعلامية وزملائنا نتقدرهم مؤسسة إعلامية زميلة نحترمها أنا قالك ما أحترمه أنا قاعد يقول قدرهم بس خلني أكمل في كرامات فأخواننا في القبس يسربون عن طريق الحكومة بأن والله الحكومة سيتراخى تشكيلها هذه المدة شهرين أيضا يعني هذه ممارسة سياسية ودستورية مخالفة والقبول بها أيضا اعتداء على حق الأمة وأنا أفهم أن الهدف اللي تبي السلطة فيه مدة زمنية طويلة هي تفكيك الكيان المعارض لذلك أتمنى أن لا يعطوا هذه الفرصة لا يعطوا هذه الفرصة وأن يجب أن تكون المسألة شديدة الوضوح بالنسبة لرئيس الحكومة القادم والذي أنا فيه تقديري بأنه لا يمكن يعني دستوريا يعني رأيي بأن مسألة تكليف الشيخ صباح الخالد يعني هذه قد تضع إشكالية تتوقع الأمر ما راح تمشي قد يكون فيه أزمة ما بين الأعضاء وما بين رئيس الحكومة؟ لا هو رئيس الحكومة أي أن كان وأتمنى أن يكون هذا يجب أن يأتي ببرنامج برنامج عمل واضح ومحدد ويعالج القضايا الأساسية للشارع الكويتي على أقل تقدير الحالة المالية للدولة المتغيرات الإقليمية القضية الإسكانية ترد التعليم الفساد السياسي وقالية محاربته يعني يعني ما في برنامج حكومة إلا يأتي بهذا السياق يعني أنا الآن متخلفين في التعليم القضية الإسكانية هذين الأخوان في البيان يذكروا يعني وين المشكلة؟ لا لا أنا مو قاعد أقول لك إننا في مشكلة لكن أنا مو في معرض أن أقدم للحكومة اقتراحات هذه والدولة دستورية بس ليش ما تدعم هذا البيان؟ يعني هذا الطرح اللي انتطرح أول شيء لا أنا مو قاعد أقول لك أنا ما أدعم هذا البيان أنا متأكد من حسن نوايا موقعي لكن أيضا مش وظيفتنا أن نقدم للحكومة يريدون أن ناء في البرلمان بإمكاني أن نقدم تشريعات يعني عدد تشريعات اللي موجودة الآن الموجودة في الوقت اللي أنا وياك فيه الآن في البرنامج بعض التشريعات ذات القيبة مثل بسط رقابة القضاء على قضايا الجنسية العفو الشامل في صيغتي قضايا الحريات وتعديلاتها هذه موجودة صالة أكثر من أسبوعين بإمكان عشرة من الستعشر أن يقدموا طلبا بإلزام رئيس اللجنة بإحالة تقريرها خلال يومين وصوت علي داخل المجلسيان هذه صلاحيات أنت لملكها فما حاجة أني أقول الحكومة يجب أن تتعاون معي لا أنت عندك العدد الكافي عدد الأشخاص الذين أعلنوا استجواب رئيس اللزراء أكثر من الثلاثين عدد الأشخاص الكافي للتصويت لإقرار هذه القوانين ثلاث ثلاثين إذن عندك العدد الكافي إذن هذه المسألة ليست بحاجة إلى كل هذه الأمور القضايا المتعلقة بالاهتمام العام مفهومة وواضحة وما تحتاج إلى جدل بين الحكومة نحن ليس في صدام الحكومة نحن نتمنى من الحكومة أن تأتي ببرنامج وأن يكون هذا البرنامج معالجاً للمشاكل الأساسية التي تعيشها بالكل تعيشها ليس الآن تعيشها من سنواتين رأيك في مشاركة الحكومة في التصويت على لجان مجلس الأمة بشكل سريع يعني هذه ممارسة رسختها اللائحة يجب أن تعدل يجب أن تعدل اللائحة الداخلية لأنه لا يمكن ترك المجال بهذا الشكل لأن الحكومة بحيث الكتلة صحيح؟ أنه يحب لهم دستورياً وفق اللائحة لا 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 مش دستورياً أنا أتكلم عن اللائحة اللائحة سمحت بشتراكهم في هذه الأعمال هم وزراء هم أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصرهم في الدستور الوزراء يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم بمعنى أنهم أعضاء بما يتعلق بهذه الصفة فقط لا يعني أنه عضو يمارس صلاحيات النائب يعني الحكومة لا يعني ما تسأل ولا تستجوب يعني فمثلة القول بهذا الأمر وإسباغه على إمكانية التصويت في أعمال اللجان يعني هذا يجعل هذه المؤسسة لجنة من اللجان مجلس الأمة باعتبار أن الكتلة الأكبر داخل البرلمان بحيث العدد هي بس هذين يمارسون حقهم يعني بالنهاية حق لهم وحق أيضا للبرلمان في إجراءة عديلات لائحية تمنع من هذه البعض يقول أنه وجهة نظر الحكومة نحن نبين تعامل مع من في هذه اللجنة بحيث أنه تمشي الأمور ويكون تعاون فيما بإنه في مسألة خيارة هذه وجهة نظر الحكومي أوكي إذن يحضرون النواب في اجتماعات مجلس الوزراء عشان يبدو الرأيهم لا لا الدستور ما يسمح بهذا دستور لي من ينص على المسألة نتكلم عن أنه لائحيا اللائحة يجب أن تعدل دكتور يا أنت تكلم بالدستور يا أنت تكلم خارج الدستور لا أنا قاعد أتكلم بالدستور أنت ما تكلم خارج الدستور يعني أنت تنسي الدستور الشاركون يعني يسمح للوزراء وما يسمح للنواب في مجلس الوزراء الحديث السياسي مسموح لك نتكلم فيه الحديث الفني لا أنا قاعد أقول لك أن اللائحة أعطتهم صلاحية لكن هذه اللائحة بالمكانة نتعدل أكبر كتلة داخل البرلمان هي الوزراء عددهم 16 هذول تلث البرلمان كيف يمكن يعطاء الصلاحية لهؤلاء أن يشكلوا اللجان طيب إحنا شفنا الآن يعني حتى في تشكيل اللجان يا أخي الحكومة صوتت لنواب هي طلبت حالتهم للنياب يعني هذا ليس تناقضة في الموقف يعني هذا أمر علني واضح على أن الخيارات ليست مبنية على معايير سياسية وقانونية هي مزاد شخصي طيب إذا المسأل مزاد شخصي أيضا نرد يجب أن يكون من رأة سياسية موضوع يمكن فيه بيان الأخوان في غرفة التجارة والصناعة أن وطننا فيه خطر وانت يعني يكتب تغريدة عندما يسمح لأمثالكم باحتكار العمال التجارية واستقلالها وإدارتها ووضع قواعدها فهذا خطر عندما يسمح لأمثالكم بالتعامل مع حقوق الدولة وتصرف فيها فهذا خطر عندما تطالبون الدولة بالاقتراض لمصالحكم على حساب الشعب كامل فأيضا هذا خطر البعض يقول ومن يعارض الدكتور يقول بالنهاية أهم متخصصين واقتصاديين وغيره وهم يعرفون يعني وضع الدولة المادية ما حر يعرف وضع الدولة إلا غرفة التجارة يعني غرفة التجارة عبارة عن نقابة معنية بشؤون التجارة فقط يعني في خارج هذا السياق النظام أعطاها مساحة أن تتحدث في هذه الجوانب وأيضا في اقتصاديين آخرين ما لهم حق في إبداء رأيهم في مثل هذه المساء لا 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 تبدأ رأيك بشكل مجرد لكن لا تنصب نفسك حاميا على الاقتصاد الوطني لأنكم أكثر الأشخاص إضرار باقتصاد الوطني هذا الكيان يعني هذا الكيان هو أكثر الكيانات إضرارا بالاقتصاد الوطني والدليل على ذلك أنهم اعترضوا على كل مشروع يخدم عوام الناس بينما كانوا دائما يطالبوا الحكوم بالتدخل عندما تعلق المصالحهم من المديونيات ومن تناصر ولذلك سجلنا التاريخي مع هالكيان هذا يعني لن ينتهي يعني حتى هذا الكيان أنا أعتقد بأنه كيان غير شرعي يعني هذا القانون المدع به أنت عمرك سمعت قانون يعدل بقرار إداري يعني أحد فيكم القانونيين سمع أن فيه قانون يعدل بقرار إداري يدلون أن قانون الغرفة قانون قبل الدستور يا سيدي أنا سلمت أن قانون زي كيف قانون يعدل بقرار إداري مجلس إدارة الغرفة عدل لنصاب التصويت بإرادتهم وخلى العداد مختلف يعني المسألة بصراحة زادت عن الحدود العادية نعم تتوقع سيكون هناك تعديل للدوار الانتخابية دكتور عبيد ما هو الآن في يعني جمعياتنا في العام في جمعية المحامين شكلت لجان وضمت عدد كبير من المهتمين يعني سواء من الإحصاء والبلدية ولكذا ليعادت يعني بناء تشريع متوازن يتفق مع المعايير العلمية لتمثيل الأمة وأنا أعتقد أن هذا المشروع سيكون من أكثر المشاريع قيمة يعني إذا أرادت إذا أراد الجميع سواء كانت السلطة أو البرلمان أن تتبنى مثل هذا التشريع فما أعلى في أي مرحلة هذا التشريع لكن يبدو لي أن في تواصل حتى مع يعني مجهات يعني مختصة نعم رأيك في إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات أمر ضروري ضروري أخو بس هيئة مستقلة لا تنشيها الحكومة تتبع وزير العدل هيئة مستقلة تكون مستقلة مستقلة نعم يعني قضية البدون كيف يعني لسنوات وسنوات دكتور عبيد باعتقادك أين حل هذه القضية يجب على الحكومة أن تضمن في برنامج عملها تسوية شاملة لهذا الموضوع في كل جوانبه حتى يعني توضع تحت رقابة الرأي العام فيما إذا كانت هذه التسوية مقبولة أو مقبولة يسوي في ذلك أن الآن إحنا ما يعني ما نقدر نقول البدون هو الجيل الثالث من الكويتين الذين لا يحملوا الهوية الوطنية يعني الأصدق أن نقول يعني كان ممكن لو تكون الجيل الأول أني أقول بدون لكن لما تكون لوصلوا الجيل الرابع والخامس الحفيد والابن وابن الابن هذه ما عادت هذا أصبح كويتي النتيجة وجوده في القيم طول هذه المدة وهو لا يملك أصلا بلدا آخرا بدليل بقاء في الدولة كل هالفترة كما أنه جزء من نسيط الاجتماعي للدولة ويجب أن تقدم معالجة التفق مع المعايير العلمي على الأقل كخطوة الأولى في أن يمنح الحقوق التي يجب أن يتمتع بها هذا الشخص المقيم على إقليم الدولة ونحن نعلم بأن الظروف التي يعيشها هؤلاء لا تتناسب من المعايير العلمية طبق الاتفاقيات التي وقعتها الدولة وأيضا هذا يحمل الدولة المسؤولية ولذلك برنامج عمل حكومي يجب أن يتضمن من أولوياته وضع تنظيم شامل لكيفية المعالجة بهذا الموضوع طبعا الأخ شعيب الموزري يعني هو بيعرف رأيك فيما قاله قال أن 95% من الشعب الكويتي مولاقي يأكل و 5% مستولين على ثروة الشعب رأيك فيما قاله شعيب الموزري يعني أنا ما أعتقد أن الكلام اللي قاله فيه خروج كبير يعني ممكن الناس عندها المسألة فيها مبالغة لكن فعلا نحن لسنا أثرياء لكن الدينار قول يعني الشعب الكويتي عائش في بحفوحة نتيجة أن الدينار يساوي 23 دولار و 20 سنة مبالغة لو تتغير قيمة النقد لا لن تكون ثانيا ولذلك أما النسبة فأنا أعتقد أن النسبة اللي عطاه شعيب شوية هو يمكن 97 يعني أكثر يعني هم طبعا هم احتجوا على النسب لا لا خلني أقول لك شغلة وأتمنى أنها تصل للناس هم عادة يتركون أي خطاب ذو قيمة ويروحون لعبارة أو لفظ ويرددونا على أساس ينسون الناس الكلام الآخر يعني قالوا لا تنتقد الأخ شعيب في كلمة 95 و 5% انظر لكامل ما قاله يعني مش كل مرة تسوون نفس المسلسل هو نفس الأدوات الإعلامية الرخيصة التابعة للأجهزة الحكومية أو الأشخاص المؤيدين لها يرددون هالعبارة يشوفوا من المعارض ايش قال؟ قال هالكلمة يركز على الكلمة ويترك باقي الأمر فالكلام اللي قاله الأخ شعيب مفهوم بالنسبة لي كمواطن عادي أنه يتكلم عن معاناة الشعب وانفراد قلة في اتخاذ القرار صحيح يعني الآن مثلا أحد الأشخاص كل فتاعة المال العام مئات الملايين نتيجة المشروعات اللي يحصل عليه الأشخاص اللي عندهم قسائم بشويخ الصناعية يأجرون هم 250 ألف دينار بالشهر بينما متوسط راتب المواطن 1200 دينار هذا الشخص يحصل على امتيازها كم عددهم هذول؟ 5% عالي أنا أعتقد أنه 1% فعني الكلام اللي قاله يعني ما يصغرنا كل مرة ما هو مصير الطعون الانتخابية؟ هل سيح المجلس باعتقادك بسبب الطعون؟ ما أعلم إلا عادي إذا صار شيء يعني خارج نطاق نظرية القانون أنا ما قرأت عشان زيارتك الحسن جوهر في بعد فوزة في الانتخابات دكتور عبيد ومهند الساية ما كل يوم أنا كنت أزور كل يوم يعني معه في الانتخابات وغير الانتخابات دكتور حسن علاقتي في لم تلقاطع مدة طويلة يعني أنا كنت جاي بالمصادفة يعني فعلا يعني ما كانت الليلة في صورة بالشريم لأني كنت بالمصادفة إذا الصورة كان لا 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 تحط الصورة يعني ما كانت الليلة نعم إحنا وصلنا النهاية دكتور حياك الله إذا شيء تبي تقول إحنا ما قلناه أو سؤال كلمة لك دكتور عبيد وأنا سعدت أمانة بلقاء يعني شخصية محترمة مثلك دكتور عسر الله يحفظك وانتمنا لك توفيق لكن أنا أدعو في نهاية المطاف بالشعب كاملا لإصطفاف حول يعني مجموعة من النواب اللي يقدموا أو يحاولون أن يقدموا لكم الكثير كما أتمنى أيضا أن التشريعات التي كانت السبب يعني في تأجيج كثير من الأمور ومن شأن إقرارها أنها يعني تساهم في تصحيح كثير المسارات أن يكون التركيز عليها خلال أيام القادمة لإقرارها لأن أعلى من ثلاث تشريعات أصبحت جاهزة الآن وأعتقد أن رئيس اللجنة تشريعية دماني قلطان الأخ خالد يعني ممكن أن يكلف من قبل عشر نواب أن يعدوا تقارير لإحالتها البجلس تتصويت عليها يعني هذه ستشيل خمسين بالمئة من الأزمة التي تعيشها الدولة خصوصا فيما يتعلق بتعديلات قواعد الحريات وقانون العفو الشامل اللي مع الدكتور حسن جوهر وقانون بسط رقابة القضاء القضاء الجنسية يعني أقل شيء أن هذه القوانين أصبحت جاهزة ويمكنكم تقديمها تم استعجالها؟ ليس يتم استعجالها هو الآن المدة القانونية اللازمة يعني ففي إمكانية الآن أن تعرض على المجلس للتصويت عليها بالمداولتين فبدل ما أن نقول بيانات ومو علمية أصبحت الآن عندنا اقتراحات بقوانين جاهزة وموجودة في اللجان فأي ذريعة أخرى يعني في ظل عدم وجود حكومة وحكومة تصريف العاجل من الأمور يعني تعتقد يقوم المجلس في دوره؟ طبعا شنه ممكن يقدم المجلس؟ أي شيء يقدم؟ طبعا أعمالها مستمرة ولكن ما فيه جلسات؟ لا لا طبعا هذا الكلام هذا معلمية الجلسة تنعقد بنصاب الإنعقاد بحضور أعضائها ولكن ما رح يصير هذا الأمر؟ هذه مخالفة للسورية إذا المسألة هذه خلص يعني مدة أربع سنوات ما فيه ما فيه أحد يحضر نعم نحن وصلنا النهاية شكرا دكتور عبيد إذا مشاهد الكرام وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني لأن أشكر ضيفي وضيفكم أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي أنا شاكل لكم على حسن المتابعة وتقبل وتحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلامة